المستشارة الالمانية انجلا ميركل تغادر القاهرة الى تونس عقب مشاركتها في القمة المصرية الالمانية وتؤكد انجاز المشروعات يشير الى جدية الحكومة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية وزير التموين يعلن خفض سعر كيلو السكر لعشرة جنيهات ونصف للمستهلك ومد صرف الاسمدة الشتوية لتغطية احتياجات المزارعين تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين الى السبع عشر من مارس لعدم اكتمال النصاب القانوني والبرلمان يرجع مشروع قانون زيادة رواتب الوزراء ويؤكد عجز الموازنة ليس مبررا لرفض زيادة المعاشات ووزارة الداخلية تعلن اجهاض مخطط ارهابي ومقتل اربعة ارهابيين بالمنصورية في الجنزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الفل والورد والياسمين احلى سادة مشاهدين مشاهدي الحياة اليوم اليوم الجمعة اخر الاسبوع الجمعة الموافق تلاتة 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 مارس الفين وسبعة عشر النهاردة يوم دسم جدا وموضوعاته مهمة وكتيرة وعندنا حوار دسم ومهم مع شخصية دسمة ومهمة قادرة على التحليل وقادرة على القراءة وقادرة كمان على استشراف المستقبل ضيفي النهاردة الكاتب الصحفي الكبير والسياسي الكبير المقدرم الاستاذ مكرم محمد احمد طيب على بركة الله نبدأ لن اكل ولن امل من تكرار الاشادة بهذا الرجل وهذا الكيان هذا الرجل هو البابا توضرس الثاني والكيان هو الكنيسة المصرية ومش عايز حد يقعد يقول لي انت اتمر بتنفخ المش عارف الايه وبتجامل مين ومش عارف كذا انا ما بقولش غير اللي يمليه علي ضميري وقناعتي الوطنية البابا توضرس اللي عمله مبارح يتدرس 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 فين يتدرس في مدرسة الوطنية المصرية انا كنت قلت لحضراتكم قبل كده وتحديدا عقب فض الاعتصام بتاع ربعة والنهضة يوم اربعتاشر اغسطس الفين و لا تمانية اغسطس اربعتاشر غريبا اربعتاشر اغسطس اه اربعتاشر اغسطس اه اربعتاشر اغسطس 2013 قلتلكم انه الكنيسة المصرية مدرسة مدرسة للوطنية المصرية و قلتلكم انه ناظر هذه المدرسة هو البابا توضرس ليه لحاجات كتير مش في داعي لسردها دلوقتي منها وقوفوا مع مصر وقوفوا مع الوطنية وعدم استقوى بالخارج رغم انه كان عنده 500 فرصة كان عنده 500 فرصة انه هو يستقوى بالخارج وساعة الجملة الشهيرة اللي قالها لما اتسأل من الصحفيين والمراسلين الاجانب ازاي تسكت على حرق الكنائس وتهديم الكنائس كده من خبل المتاسلمين او التكفرين او كده فقال فقال كده اذا كان تمن استقرار مصر ان تحرق قنائس مصر فلتحرق قنائس مصر فلما سألوه قالوله ولما تتحرق الكنائس هتصلوا فين قال سنصلي في مساجد المسلمين ده الوبة توضرس 2013 ناظر مدرسة الوطنية المصرية 2016 2017 بيعطي درسا جديدا هذه المرة الدرس كان لميركل ميركل اللي انتوا عارفين ان في نشاطاتها انها كانت تقابل الامام الاكبر شيخ جامع الازهر الشريف الدكتور احمد الطيب وقداسة البابا توضرس الثاني بابا الاسكندرية وبطريالك الكراز المرقصية وقابلت البابا ولما قابلت البابا فتحت معاه المواضيع البحري وسألته في كل حاجة بداية دي طبعا مشاهد ارشيفية عن ميركل لما كانت بتوصل فلما سألت البابا وقالت له ايه موضوع تهجير الاقباط في العريش وبتاع اللي احنا بنسمع عنه قال لها تهجير ايه القصة انه العريش فيها حرب سينة كلها او جزء الشمالي من سينة فيها حرب فبالتالي المنطقة اللي بيبقى فيها حرب بيبقى فيها الاوضاع مش مستقرة فطبيعي ان المواطنين المدنيين اللي عايشين في هذه المنطقة اللي اوضاعها الامنية غير مستقرة عشان فيها حرب ومناوشات واجرام الدولة بتحربوا بنجاح طبيعي ان هما يخافوا على ارواحهم ويخافوا على ممتلكاتهم ويخافوا على ولادهم فينتقلوا مش يهجروا واخديم بالكم من الكلام واخديم بالكم من المصطلحات قال لها كده قال لها يا حاجة ميركل طبيعي ان المدنيين اللي خايفين على ارواحهم في ظل الحرب والضرب ومش عارف الايه ان هما ينتقلوا الى مكان قريب اكثر امنا واكثر هدوءا الى ان تنتهي الاحداث الارهابية والى ان ينتهي الجيش المصري من حربه الشريفة في دحر والقضاء على الارهاب وبعدين يرجعوا بيوتهم سالمين غانمين معززين مكرمين قالت له يعني مفيش اضطهاد للمسيحي قال لها اضطهاد ايه بقولك دي ناس خايفة على ولادها وخايفة على حياتها او طبيعي لو انا الحتة اللي انا فيها امنيا مش مستقرة وفيها حرب او فيها خناقات او فيها كذا هنتقل من الحتة دي لحد ما الدنيا تهدى ثم ايه كلمة اضطهاد اللي انتو بتقولوها دي المسيحيين اللي انتقلوا من العريش دول راحوا سكنوا في بيوت المسلمين واول ناس استقبلوهم في الاسماعيلية تحديدا اللي هي المحظة الاكثر استقبلا للوافدين من العريش اول ناس استقبلوهم على حدود محظة الاسماعيلية كانوا المسلمين واول ناس قدموهم المساعدات سواء الغذائية او البلجوليستية او المشعارف ايه او كذا او كذا واحتضنوهم وضيفوهم كانوا المسلمين والدولة وفرت لهم شؤق في سكن المحظة بتاع الاسماعيلية اول ما وصلوا وزارة الداخلية كل يوم بتبعت وفد من وزارة الداخلية رسمي باسم الدولة يوفر لهم المساعدات والاجراءات الامنية اللي عايز يطلع بطاقة اللي عايز يطلع بصبور اللي عايز يحول ولاده من المدرسة في العريش لمدرسة في الاسماعيلية مش عارف ايه اي حاجة ليها على اخير بالاحوال المدنية والسجيل المدني وزارة الداخلية عملت لهم مكتب بسرعة عشان يشتغلوا فيه وقافلة طبية راحت علشان اي حد محتاج مساعدة تحصل يعني الدولة وقفة معانا والمسلمين وقفين معانا ايه بقى الغنوة اللي انتوا بتغنوها عن موضوع التهجير وموضوع الاضطهاد عارفين مين اللي بيقولي الكلام ده مش انا كلام اللي بيقوله ده ولا حتى عارفين لو الرئيس عفتاح السيس اللي بيقول يقولك ما هو برضو الرئيس بحاول يدافع عن هذا هو رأس الكنيسة المصرية المسؤول الاول عن الشعب المسيحي في الكنيسة عن شعب الكنيسة زي ما بتقال المسؤول الاول عن مسيحي مصر والشرق الاوسط كلهم قداست البابا توادرس الثاني الراجل اللي المفروض يشتكي ما صدق جات له بقى اكبر رئيسة لاكبر دولة في اوروبا جاية تطمن على المسيحيين وكذا فبدل ما يقولها ايوة ده احنا بيحصل لنا كذا يقولها انتو اللي بتفتروا علينا انتو اللي بتشويهوا الصورة انتو اللي بتصدقوا كلام بيتنقلكو مش صحيح طب هو البابا كده بيخبي البابا كده بيداري بيرش طراب على المشكلة لا البابا فاهم كويس حقيقة اللي بيحصل وعارف ان اللي بيحصل لا بسبب مسلمين بيعملوا مش عارف كذا ولا ان الدولة بتظلم كذا ده بسبب طبيعة الاحداث اللي كلنا بنتعرض اليها والناس اللي بتموت في سينة الناس اللي بتموت في سينة مسلمين ومسيحيين وافراد الجيش اللي بيحربوا في سينة وبيقتلوا الارهابيين مسلمين ومسيحيين واللي تمشيوا من العريش اغلبيتهم مسيحيين لكن في منهم مسلمين واللي استقبلوهم في الاسماعيلية مسلمين ومسيحيين هي دي طبيعة البلد في مصر وهي دي طبيعة السكان في مصر اللي ما يفعش تفرق ما بينوس لممسيحي حتى لو قعدت تدور على فرق منهم ثم قال لها البابا في الآخر استني استني الموضوع مش بس انتقال سلمي وما فيش كذا وما فيش اضطهاد لا خديش بالك يا ميركل ان الدولة عادت لنا كل كنايسنا اللي اتخربت وتحرقت وتدمرت بعد 2013 وسلمت هلنا في نهاية 2016 مرممة ومصلحة ومجهزة قلت له كلها قال لها كلها اتنين ما خديش بالك ان الدولة اللي انت بتقولي او بتسمعي انها بتعمل كذا طلعت من كام شهر عبر مجلسها التشريعي اللي تم انتخابه قانون دور العبادة الموحد اللي الاول مرة من 190 سنة من ايام الخط الهمايوني بتاع العثمانيين تتساوى الكنيسة بالمسجد تتساوى دور العبادة في مصر ما سمعتيش عن الكلام ده طب استني ما سمعتيش ان الرئيس عم فتح السيسي دفع من جيبه دفع من جيبه مش عارف خمسين الف جنيه وخمسين الف جنيه تبرع عشان انشاء اكبر مسجد واكبر كنيسة في العاصمة الادارية الجديدة اللي حنفتتحها السنة الجاية 2017 ان شاء الله طب ما تعرفيش ان الرئيس عم فتح السيسي اللي هو رئيس الدولة اللي انتو بتقولوا انها بتطاهد اللي مش عارف الايه بقاله ثلاث سنين ما فوت لناش عيد ما فوت لناش عيد من غير ما ييجي ويشارك ويهنينا بنفسه مش يبعد حتى عنه حد قال لها هي دي الدولة اللي انتو بتقولوا انها قمعية هي دي الدولة اللي بتقولوا انها بتطاهد الاقليات هي دي الدولة اللي بتقولوا فيها تهجير قصري اللي مش عارف ايه ياريت ياريت يبقى عندكم زي اللي عندنا بس مش زي عندكم اللي زي عندنا المسيحيين لا ياريت تعملوا انتو بقى في الدول المسيحية اللي فيها اغلبية مسيحية ياريت يبقى فيها هذا العدل والمساواة والحب للاقليات واللي اغلبيتها مسلمة هو ده الكلام اللي قالوا البابا توادرس لا انجلا ميركل انجلا ميركل دخلت بوجهة على البابا توادرس وخرجت بوجهة تاني ما عنديش ما عنديش حاجة اقولها الا يعني يحيى البابا توادرس وتحيى الكنيسة المصرية والكاتدرائية المصرية اللي للمرة المليون بتعطينا درسا عميقا ومحترما في الوطنية المصرية كما يقول الكتاب بس مش ماما كما يقول الكتاب السماوي لا كما يقول الكتاب المصري شخصية مصر فاكرين بتاع جمال حمدان هي دي شخصية مصر من يجلس على رأس مشيخة الازهر يكون هكذا ومن يجلس على رأس الكاتدرائية هيكون هكذا عشان كده مصر يجب ان تفخر بازهرها وكنيستها تقرير عقب زيارة لمصر استغرقت يومين استقبلها خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي غادرت صباح اليوم المستشارة الألمانية أنجلا ميركل متوجهة إلى تونس في إطار سعيها إلى الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا عبر شمال أفريقيا وخلال لقائهما أمس شدد السيسي وميركل على ضرورة تكاتف الدول لمواجهة الإرهاب وتحجيم جماعات التطرف واتضح للمستشارة الألمانية أن مصر بتلاحم شعبها تخود معركة حاسمة ضد الإرهاب ياتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه ميركل أن مصر تلعب اليوم دورا هاما في كل المنطقة وهو دور محورية وأن المناقشة مع الجانب المصري ركزت على العلاقات الثنائية في كل المجالات والتعاون الاقتصادي مبدية سعادتها بمشروع المحطات الكهربائية الذي تنفزه شركة سيمنز في مصر التقت ميركل خلال زيارتها لمصر بفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا توادرس الثاني بابا الأسكندرية وبتريارك الكرازة المركوسية كما افتتحت والرئيس عبدالفتاح سيسي ثلاثة محطات للكهرباء عبر الفيديو كونفرنس وهم العاصمة الإدارية البورولوس باني سويف ورحبت المستشارة الألمارية بالخطوات الإصلاحية الاقتصادية وعبرت عن دعمها وتأييدها لبرنامج صندوق النقد الدولي والخطوات الاقتصادية الجريئة التي تتخذها مصر من أجل تحقيق الاستقرار وللترحيب بضيفة مصر والوفد المرافق لها حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل حفلا فنيا أقم تحت سفح أهرامات بالجيزة حيث جاءت هذه الاحتفالية أيضا كفرصة لترويج للمقاصد السياحية المصرية وزيادة تدفقات السياحية الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا إلى مصر جادير بالذكر تعد زيارة ميركل لمصر هي الأولى من نوعها منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر وثالثة لها طوال فترة ولايتها حيث زارتها من قبل عامي 2007 سفرت خلاص يعني منذ قليل غادرت مطار القاهرة وذهبت إلى محطتها التانية في الجولة بتاعتها إلى دولة تونس وقصة تونس قصة مختلفة عندنا شوية يعني مش نفس الأجندة اللي جات بها مصر مصر أجندة الأساسية مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي ميركل راح تونس لموضوع تاني هو موضوع الهجرة غير الشرعية انتوا عارفين انه تونس وليبيا والجزء ده من الشمال للمغرب العربي هو أكبر منطقة بيتم تصدير منها المهاجرين غير الشرعيين لسواحل أوروبا فالملف الأساسي عند ميركل في تونس الهجرة غير الشرعية ومكافحتها مش دي قضيط قضيطنا ميركل والزيارة أنا بقول لكم ان ميركل شربت شايب الياسمين وميركل بعد الزيارة في حالة ما يشبه الإعجاب بالتجربة المصرية والإعجاب بالتجربة المصرية دي على أكثر من محور وأكثر من مستوى المستوى الأول هو المستوى الأمني خصوصا في مجال مكافحة الإرهام ومش هتبقى مبالغ ولا مهول شوية لما أقول لكم انه ميركل كمان كتجاية عشان ألمانيا عايزة تتعلم من مصر تجربتها في أمور معينة في مكافحة الإرهاب هتقولوا لي بقى ما تزودهاش وما توسعهاش ومش عارف إيه ألمانيا جاي تتعلم هقول لكم واسألوا السفير بدر عبد العاطي سفرنا في ألمانيا اللي كان مصاحب له الزيارة وتصريحاته هو بيقول انه جزء من أهداف الزيارة انه الجانب الأمني الألماني جاي يتعرف على تجربة مصر في مكافحة الإرهاب الجديد لأن الإرهاب الجديد اللي موجود في شمال سينة وفي الشرق الأوسط مصر هاي اللي بتحربوا وأوروبا لسه بتعاني منه ومش فاهمها زي بقى عمليات الدهس وعمليات التفجير اللي حصلت في برلين وبعض المدن والمناطق الألمانية فده رقم واحد رقم اتنين ميركل ما كانتش متكيلة انه التنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي في مصر اللي هي بتسمعه من المسؤولين بتوعنا موجود فعلا وان مصر عملت كل هذه الخطوات عملت موضوع قانون القيمة المضافة عملت موضوع تحرير سعر الصرف وعملت العاصمة الإدارية وقربت قاربت على الانتهاء منها ثم عملت دلوقتي التلت محطات بتوعزيم سدول في أسرع وقت هي حتى قالت امبرح في الكلمة في المقرمة المصرية الأمانية مع مؤتمر الصحفي مع السيسي قالت إنجاز التلت مشروعات بتوع المحطات العملاقة للكهرباء في زمن قياسي كنت أقول لكم زمن قياسي بالنسبة للمصريين يمشي الألمان هم بتوعزمن القياسي ده هم الألمان انتوا عارفين اسمهم ايه اسمها المكينة الألمانية يعني ما كان لا بتور ولا بتفر بتعمل كده على طول فلما ألمانيا ورئيسة ألمانيا أو المستشارة اللي هي في حكم رئيسة ألمانيا ورئيسة وزراء ألمانيا تقول إن تم إنجاز شئ في مصر في زمن قياسي يعرفوا إنه هو فعلا زمن قياسي مش بكش إحنا العرب عندنا طاق حنك شوية نحب نقول على كل حاجة تاريخية وكل حاجة قياسية لكن الألمان لا الألمان دول عندهم القياسي قياسي ثم اكتشفت إنه مصر الحمد لله كلنا نبوس إيدنا وشي وظهر الحمد لله وإنتوا قاعدين معايا إن مصر الحمد لله مستقرة جت وقعدت واستقبلت في المطار وراحت على التعادية ومشيت في الشارع وراحت الهرم ووقفت قدام الهرم وشافت عرض فني في الهرم وبعدين راحت قابلة البابا وبعدين راحت قابلة شيخ لازهر ولقيت الدنيا لطيفة والمصريين عايشين والحياة الحمد لله الحمد تاني هو ربنا بس إيه يسلمها لأنه ما يحسن المل لأصحابه الدنيا زي الفل فهي باني وبالنفسها تقولك وما اللي احنا بنسمعه هناك ده إيه وما اللي احنا بنشوفه في نشرات الأخبار دي إيه فأنا على الثاني أقول لها لو كنت قابلتها يا وكل حاجة صح الصح لكن للأسف معظم الغرب للأسف وهذه آفة عايزين بقى نتكلم فيها في حلقات قادمة انه ازاي بقى عندنا صوتنا الاخباري المسموع غربيا لانه مشكلتنا ان احنا طول الوقت بنكلم بعض تامر هنا في الحياة بيتكلم وانتو اللي بتسمعه ومش عارف مين في قناة الايه بيتكلم ومين بتسمعه ومين كذا كلنا بنكلم بعضنا وعمين نليل عمين نليل والناس تقول لك الله يا ليل زدني وسمعني مميدنا ومن بعض لكن الغرب لما بيجي نتفرج على اخبار لها علاقة بالشرق الاوسط الجزيرة الا لعنة الله عليها في كل كتاب فالمعلومات اللي بترد لهم عن ما يحدث في مصر من خلال الجزيرة وطبعا الجزيرة انتو عارفين ان هي مسمومة واخبرها مسمومة وكل تحقيقاتها ومعلوماتها عن اللي بيحصل في مصر وابتاع مجوها لخدمة تنظيم الاخوان اللي بيمول قطر والجزيرة وانا كل قصة بقى طويلة انتو عارفين فاحنا نفسنا يبقى عندنا بوق تاني ونافذة تانية يعرف الغرب منها ما يحدث في مصر والوطن العربي من خلال حاجة غير الجزيرة يبقى عندنا بقى قناة مصرية كبيرة تستثمر فيها اخبارين كويس ففي النهاية ميركل رأت حقيقة الاوضاع على طبيعتها وفيه مش عارف كم ده ينفع يتقاله او لا هو ما ينفعش بس بس ينفع يتلمح ها لمح للمح المانيا وبعض الدول الاخرى لهجتهم بقى لهم اسبوع اسبوعين معانا معدولة اوي انت تأخذوا معايا في الانا بقولو ده لانا انا مش هكمل المانيا المانيا وبعض الدول الاخرى الغربية لهجتهم معانا بقى لهم اسبوع 10 ايام معدولة اوي مع دولة يعني صح ولطيفة وعن مين يقولوا كلام حلو عن مصر سواء فيه ان الجيش المصري فعلا بيحارب الهناب في سينة ان مصر بتحقق قطوات قوية على الاستقرار السياسي والديمقراطية وان الاصلاح الاقتصادي في مصر نحن نتابعه بانبهار ومش عارف كذا ماشي احنا انه الكلام ده عن نفسنا هو حقيقة فعلا تمام لكن الشهادة الممتازة دي يعني غريبة شوية خصوصا من ألمانيا اللي كانت من كم شهر لسه بتقول علينا دولة وحشة ومناش في مش عارف ايه يبدو اننا في مصر يبدو اننا في مصر وصلنا الى معلومات ووصلنا الى ادلة ووصلنا الى اشخاص فهمونا صورة كبيرة عن الناس اللي كانت بتتأمر علينا والدول اللي كانت بتتخبر علينا واللي مش عارف ايه وكذا 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 وغالبا وصلوهم المعلومات لكن في النهاية في النهاية احنا ماشيين صح ده اللي يعني اني بعمركة لتنبسط ما تنبسطش انا قلت لحضراتكم ان اهم اهم ميزة حصلت في مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013 انه مصر بقت سيدة قرارها بقينا نشوف ايه اللي في مصلحتنا مش ايه اللي يعجب امريكا مش ايه اللي يعجب روسيا مش ايه اللي يعجب الصين مش ايه اللي يعجب بعكاب الاحترامي دولنا العربية الشقيقة لا مصلحتي اولا وسيادتي اولا ووطنيتي اولا وبلدي اولا شاء من شاء وابا من ابا والدليل ان امريكا ابت كثيرا ورفضت كثيرا وان انا اخبطت منك في الحيط وفي الاخر هي اللي رجعت ورجعت الاباتشي ورجعت العلاقات ورجعت كذا المانيا كان في الاول تقولك انقلام 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 تفرجوا على ميركل من سنة تفرجوا على ميركل مبارح وهي واقفة قدام الهرم وتقولك الله عليك يا مصر وانت من وراء بالنصر اعمل اللي فيه الصح ربك هيوقف معك وانا في رأيي ان احنا ماشيين صح مع ان الخبر ده يعني كنت عايز اطول فيه شوية ممكن اطول فيه شوية الخبر بتاع التموين مش هطول فيه قوي بس هو خبر لعلاقة باللي احنا كنا بنقوله زمان علشان الحكومة تتأكد ان احنا ما بنفتريش عليها وان احنا طول الوقت هدفنا الصالح ولما بنتكلم ما بنتكلمش في المستحيلات الاربعة والخل الوافي والعنقاء احنا بنتكلم فيه الممكن فيه الممكن النهاردة السيد وزير التموين الجديد الدكتور علم صلحي واللي انا مستشرف ومتأمل ومستبشر بيه خير ان شاء الله انه هاية من حاجة كويسة لان اتبغو كويسة لما مسك زمان هيئة البريد عمل فيها شغل كويس ولما كان مسك وزارة التضامن في عهد مباركة سنة 2007 ولا 2008 كده كانت البدايات كويسة بس الدنيا بقى طبعا مليح انها شركة الدكتور علم صلحي النهاردة مش بيفكر لا خد قرار قفض سعر كيلو السكر لعشرة جنيه ونص للمستهلك ليه انا بقول لحضراتكم انه الحكومة عليها بعد كده انها تقتنع انه اللي احنا بنقوله في الامكان فاكرين حضراتكم في عز قزمة السكر وايا كان بقى لاشخاص دلوقتي مش عايز اكلم عن اشخاص لان انا تعلمت ان انا ما اكلمش عن حد بعد ان ينزل من على صهوة جوادي بعد ما يسيب المعركة ما ينفعش اتكلم عنه مش مهم الاشخاص وقتها احنا قلنا يا جماعة هذه الازمة بتاعت السكر يمكن حلها ووقتها قلنا ان المشكلة مش في السكر ولا طبعا فينا كمستهلك المشكلة في الاجراءات المشكلة في السياسات المشكلة في الطريقة التي تدار بيها ازمة السكر الطريقة الخطأ اللي بتدير بيها الحكومة ازمة السكر قدت الى زيادة الازمة مش حلها والدليل انه الدكتور علم صرحي بقاله يومين قال احنا هنعمل كذا وحنحاول نستورت كذا وبعدين هنزود طن كذا وبعدين نقلل من دي كذا وكذا فبالتالي لو عرفنا نعمل كذا وحنعرف حوصل كيلو السكر للمستهلك بعشرة جنيه ورص وهو وصل فالدنيا سهلة الدنيا سهلة حد حيقول لي ان عشرة ونص بالفعل غالي بس طبعا غالي انا نفسي ينزل لخمسة ينزل لسبعة بس هو مش احسن من اربعتاشر مش احسن من تلتاشر مش احسن من تمنتاشر ده وصل طبعا ده الاحيان لتمنتاشر فعشرة ونص اكيد احسن من اربعتاشر وخمستاشر وتمنتاشر ونفسي باجراءات تانية ينزل لتسعة وتمانية وسبعة يا حباذة بس ده لما ننتج ولما نزرع نزرع عصب سكر كتير ونزرع بانجر سكر كتير ويبقى عندنا المصانع التحويلية كتير لما نشتغل ما نبقاش حاطين الناعة خدنا ويجيبت برشيشة برشيشة خواجة بنستورد كل حاجتنا من الخواجة فبالتالي احنا يا مولانا كما خلقتيني فبصراحة هذا قرار بيقول لنا انه فيه امل وبيقول طول الوقت القاعدة اللي احنا تعلمناه احنا صغارين ان السياسة الصح لازم تأدي النتيجة صح السياسة الغلط مع كثير من العند ما اوخدوا بالكو فيه وزرة يقول لك لا هو كده انت اللي مش فاهمين يا عم مش فاهمين ايه النتيجة غلط ايه ازاي تبقى نظريتك صح يقول لك هو كده ودي الاوضاع واصل البحر المزوتي كان فيه عواصف فالسفر وهي بومب في الهري لكن لما حد بيحب يحل مشكلها بجد بيحلها بجد والدليل اهو قالوا له السكر والحكومة كمان اعلنت انه حيتم مد صرف الاسمدة الشتوية لتغطية احتياجات المزارعين وده طبعا كلام مهم للمزارعين انا مش فاهمه بس لو المزارعين فرحلين بيه يبقى حاجة كويسة يعني ايه مد صرف الاسمدة الشتوية هو المفروض ان الشتة خلص الصرف خلص لو انا فاهمي القبر كده صح اه المفروض ان الحكومة تعتبر ان فصل الشتة خلص فالمفروض توقف فمراعاة لاحتياجات المزارعين قالوا ان احنا هنمد صرف الاسمدة الشتوية لتغطية احتياجات المزارعين عشان الموسم الشتوي الزراعي كله يخلص على خير بس ده موضوع طويل بقى لو فتحت فيه مش هانك خلص موضوع فكرة يعني طريق تفكير الحكومة في التعامل مع المزارعين انا في رأيي كمان انها يجب ان تنسف من الاساس انسف حمامك القديم تماما وانا نفسي ان شاء الله يبقى يشرفني دكتور البنة مش اسمه البنة ما ماشي كان معانا بيكلم عن افكاره كويس واعتقد يعني لبناء قدرت معاه حوار ممتاز انا بقى عايز اجيبه ان شاء الله كده بعد اسبوع اسبوعين نتكلم بس عن كيف تفكر الحكومة في التعامل مع المزارع انه لازم طول الوقت بقى عارفة ان المزارع هو الاساس مش وزارة الزراعة هي الاساس وزارة الزراعة لا بتزرعش على فكرة لو وزارة الزراعة فهم انها بتزرع تبقى غلطانة وزارة الزراعة لا تزرع المزارع هو الذي يزرع الفلاح هو الذي يزرع فيبقى مين الاساس في الشغلانة اكيد مش مزارة الزراعة الفلاح فتبقى وزارة الزراعة دي كلها في خدمة الفلاح يعني ايه يعني الفلاح يؤمر وزارة الزراعة تنفذ انا عايز كده فانا كده مش العكس اللي عدنا حصل العكس وزارة الزراع هي اللي بتقول الصح كذا والفلاح مجبور انه يعمل كده والنتيجة تطلع غلط الوزارة الزراع هي تقول لك لا احنا هنسلفك فلوس واندينك من الاول عن طريق منك تسلف الزراعي فيحصل انتوا شايفينه ما تتجربوا تخلوا الفلاح هو اللي يقرر وهو اللي ينفذ وانتوا في النهاية اللي حتجنوا الارباح مع المحصول معاه سهلة لكن احنا ازاي احنا عندنا الاستاذ خليفة خلف خلاف المحالي فاصل ونرجح اجريت اليوم انتخابات التجديد المصفي لنقابة الصحفيين وينافس فيها سبعون مرشحا على ستة مقاعد بعضوية مجلس النقابة وسبعة مقاعد على منصب النقيب ويشرف عن العملية الانتخابية ست وعشرون مستشارا من مجلس الدولة ولكن لم يكتمل النصاب الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للمرة الاولى التي تشترط حضور اكثر من نصف الاعضاء وتم تأجيلها الى السبع عشر من مارس المقبل وترجع الاسباب الى كثرة عدد الاعضاء في كل دورة انتخابية حتى اقترب العدد الى تسعة الاف صحفية وايضا الى قانون النقابة وطالب بعض المرشحين بالعمل على تغييره تأجيل الجمعية العمومية الى يوم سبعتاشا مارس وعدم اجتمالها اليوم كان عمر طبيعيا ومتوقعا لانها كانت من الصعوبة بمكان ان تكتمل لانها كانت تتطلب حضور اربعة تلاف وتلتمائة عضو وهذا عمر صعب للغاية ولم يزمج حدوثه في تاريخ النقابة الا مرة واحدة عاقب صورة يناير وفي ظروف بالغة الخصوصية ومن الصعب عن تتكرر مرة اخرى القانون رقم 76 لسنة 70 واللي بيقول ان جمعية العمومية لازم تنعقد بحضور خمسين في المية زائد واحد من اعضاها اه يعني اربعة تلاف البعض بيقولوا واحد والبعض بيقول اكثر يعني فاكثر يعني طبعا المرة الجاية تنعقد بخمسة وعشرين في المية يعني بنسبة حوالي الفين صوت فبتكتمل المرة الجاية باذن الله طالب المرشحون زملائهم من الصعفيين بالنزول في المعاد المحدد من قبل الجامعية العمومية لاختيار ممثلين عنهم بالنقابة للعمل على حل مشاكلهم وتحقيق الريادة المنشودة للعمل الصحفي في مشكلة عندنا في مسألة الانتخابات ومسألة القانون المنظم للعملية دي يعني ده بيمثل ارهاق كبير جدا جدا على الجماعة الصحفية وده عامل من العوامل الاساسية اللي خلت النهاردة الجامعية العمومية لا تكتب وانا شايف المراضي للصحفيين برضو هينطقوا الناس اللي هي هتحافظ على النقابة اللي هي يعني ما تاخدش النقابة لمنحنة تاني غير خدمة المهنة وخدمة زملائهم احنا في الفترة الاكيرة شفنا يعني مصر النقابة تغير تماما عن ما كنا اعتدنا عليه النقابة انشئت من اجل خدمة اعضاءها وخدمة المهنة اكدت اللجنة ان كل اجراءات العملية الانتخابية منذ اللحظة الاولى تمت تحت سمع وبصر كل المرشحين وكل اعضاء الجمعية العمومية فانتخابات النقابة كانت وستظل مثالا واضحا للديمقراطية والشفافية والنزاها اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل التقرير اللي احنا شفناه رصد الحالة اللي كانت موجودة النهاردة الصبح في انتخابات نقابة الصحفيين للتجديد النصفي واللي اسهرت في نهاية اليوم عن عدم اكتمال النصاب القانوني زي ما حركه سمعته في التقرير اللي هو وفقا لنص القانون خمسين في المية زائد واحد يعني كان لازم يبقى فيه أربعة تلاف وشوية ما حضرش النهاردة أجر ألف وشوية فبالتالي تقرر تأجيل الانتخابات للجمعة سبعتاشر مالس يعني بعد اسبوعين والحقيقة هنا انا لازم رغم انه الكلام بيقول انه في معظم المرات لم يتم اكتمال النصاب القانوني من اول مرة والانتخابات اجريت فيه المرة التانية الا في مرة واحدة بعد ثورة يناير لكن انا ارى انه الوضع الحالي في نقابة الصحفيين لا يقل خطورة ولا يقل خصوصية عن وضعها بعد ثورة يناير 25 ان لم يكن اخطر واشد خصوصية وانا الحقيقة هنا بوجه كلامي للسادة زملائي واصدقائي العزاء الصحفيين في مصر يعني امتى حتهبوا لنجدة نقابتكم اذا لم تهبوا اليوم فاكرين حضراتكم منبارح احنا عملنا فقرة كاملة عن الانتخابات وكان معايا على التليفون الاستاذ عبد المحسن سلامة واحد من ابرز المرشحين منصب النقيب والاستاذ يحيى اللاش النقيب الحالي واحد من ابرز المرشحين كمان على منصب النقيب في التجديد واثنين من شباب الصحفيين المرشحين على كرسي العضوية والاربعة رغم الاختلافات الايدولوجية والمذهبية والفكرية والصحفية وكل حاجة لكن الاربعة اتفقوا على ان النقابة في ازمة وان المهنة في محنة وان هذه هي انتخابات الانقاذ وان هذه هي انتخابات لم الشمل وان هذه هي انتخابات الفرصة الاخيرة وقلوا اذا ما انتم عاوزين ثم تأتي الانتخابات انا كنت متوقع الحقيقة لو انا صحفي وعضوا في الجماعية الصحفية في جماعة الصفحية انا كنت من الساعة 7 الصبحة بواقف ودام النقابة اما مستني اليوم ده بفرق الصبر عشان ادي صوتي للي انا شايف انه يستطيع انه ينقذ النقابة وينتشلها من عثرتها وينقذ المهنة من المحنة الشديدة اللي هي فيها سواء على المستوى المهنية والحرفية والبدلات والمكافئات او حتى في منطق انها قلعة الحريات ونقابة القلم والرأي والفكر والحرية او حتى على مستوى علاقتها بالدولة والخصومة اللي حصلة فيها من فترة فلو انا صحفي ابقى بايت قدام النقابة ابن مبارح بيستني النقابة تفتح علشان اعمل الانتخابات وهحط صوتي وسجل حضوري لكن يجي الانتخابات فما يكتملش النصاب ولا حتى نص النصاب ما هو نص النصاب النصاب 4000 نص النصاب 2000 فحتى الالفين دول ما رحوش اللي رح الفه شوية فانا هنا عندي مشكلة في ادراك الصحفيين ادراك الجماعة الصحفية لحقيقة خطورة الامر وكأن النقابة عادية في احسن وافضل حالتها وانه ما فيش مشكلة نروح ما نروحش وبتاع الدنيا هتمشي لكن الحقيقة مش كده الحقيقة مش كده خالص الحقيقة ان الازمة متصعدة ومضعفة لابعد الحدود ثم يأتي الصحفيون اليوم ليتقعسوا عن الذهاب الى الواجب الصحفي الواجب المقدس في مهنتهم وهو الانتخابات بتاعتهم مش فاهمها ده عمر اللي بيقول نروح ما نروحش براحبتنا ما تمشيش وما تنفعش ما تمشيش وما تنفعش طبعا انا مدرك ان شاء الله الاجتماع النصاب حيكتمل يوم الجمعة 17 كنت اتمنى كنت اتمنى انه يدرك الصحفيون خطورة الامر ويعطوا درس النهاردة انه كلنا ايدين واحدة بسرعة علشان ننقذ نقاباتنا حضرهم بكثافة النهاردة عن بكره ابيهم كان لوحده رسالة لكن هذا الغياب يكرس الازمة ويدل على ان فعلا في مشكلة حقيقية في الجماعة الصحفية كل الامنيات لهم ان يخرجوا من هذا النفق المظلم وتعود نقابة الصحفيين القلعة المنيرة اللي بتضلنا كلنا كلنا حياء حتى لو كنت انا مش صحفي طيب العلوان اللي انا قلته حضراتكم النهاردة في بداية البرنامج اللي هو ان البرلمان بيرجئ او بيؤجل مشروع القانون اللي قدمته الحكومة ليه الخاص بزيادة مرتبات الوزراء حالكم فاكرين القصة اللي انا حكيتها لكم من حوالي ثلاثة سبيع لما وصلت لنا هنا في البرنامج معلومات وكان الموضوع متكتم عليه انا ما كانش معلن اوي ان الحكومة في هدوء كده بعتت لمجلس النواب مشروع قانون بتقول لهم يا جماعة احنا عايزين نزود مرتبات الوزراء ونقننها علشان اوضاع كتير بقى انا قلتلكم منها منها جزء من اعتذارات كتير من المرشحين في التعديل الوزاري علشان شايفين ان المقابل المادي لا لا يساوي يعني النقد والهجوم والشتيمة وبتاعة اللي بيتحملها المسؤول دي بقى في البلد اللي حاصل حالة من اللغط شوية لان المواقع الاخبارية والالكترونية وبعض وسائل اعلام من الصبح بتقول انه البرلمان من خلال لجنة القوى العاملة فيه رفضت انا بقول لكم كده كلام دقيق لان انا تعودت انا بقى معاكو دقيق في الكلام الكلام المعلن في وسائل الاعلام او في كثير وسائل الاعلام انه لجنة القوى العاملة رفضت مشروع القانون واعادته لمجلس الوزراء كويس احنا عملنا اتصالاتنا في البرنامج ومن مصادرنا سواء في البرلمان وفي لجنة القوى العاملة او مصادرنا في مجلس الوزراء واللي وصل لنا حاجة اشبه من اللي هتسمعوها ده انه كان فيه نوع من انواع الرفض المبدئي عند النواب في لجنة القوى العاملة انه مش وقته وما يصحش وايه احنا مش نقصين استفزاز والحكومة كمان والحكومة كمان من خلال مجلس الوزراء لما سمعت كلامنا الحمد لله احنا قناها هنا في البرنامج من الاسبوعين ان ده وقته مستفز وما فيهوش اي نوع من انواع المواقمة السياسية وازاي الحكومة بتقول للناس شدوا الحزام وفي نفس الوقت اطالب به زيانة مرتبات الوزراء وفي نفس الوقت مش قادر ازود المرتبات والمعاشات عشان عجز الموازنة الكلام ما يمشيش فالحكومة ارتقت كمان خلال يومين لفاته انه المشروع القانون ده مش وقته ويعمل حالة من الاستفزاز وليس فيه ادنى قدر من المواقمة والحس السياسي فطلبت كمان هي من المجلس انه يتم ارجاء منقشة المشروع سواء في لجنة القوى العاملة او في التصويت العام في اللجنة العامة لحين اتيان فرصة مواتية ويبقى لها الجو مهية النائب خالد شعبان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مساء خير يا خالد بيه مساء خير عليك ازاي ما عليك فن ازاي كفن محمد قل لي بقى حضرتك الحقيقة فيه ناقشته ولا رفضته ولا قعدته ولا اجلته طيب احنا ارجعنا هذا المشروع لان انا شايف ان هذا المشروع في هذا التوقيت موجود مع قانون زيادة العلوات الخاصة بالدولة كلها انهم غير مخاطبين بقانون الخرمة مدنية ايوة فبالتالي ان كنت في اشكالية كمان في هذا القانون انهم كانوا جايبين قانون الجادة العاملين في الدولة بموضوع انهم مش عايزة الحكوم مش عايزة تدد الناس فلوس اللي هي العشرة في المية لعلاوة الاجتماعية اللي موجودة ايه لان هي ربطت هذه العلاوة بالعلاوة الدورية اللي بتاخدها ودي حاجة شيء كان جريب جدا تمام لان انا باخد علاوة الدورية اللي باخدها اللي اسمها الاساسي اللي باخدها اللي هي اذا كنت 7% او 10% اللي هي بتتتخذ كل سنة فقال لك ما توبطش الاتنين ببعض يعني معلن ذلك ان هي جايبة علاوة مش هتتطبق اصلا يعني اللي باخد 10% علاوة ما ياخدش شيء تمام اللي بياخد 7% اياخد 3% طب انت جايبها ليه صح تمام فالتجايب هذه اللي علاوة ليه من اصلا صح يعني احنا يعني علاوة منظر قدام الناس نقول لهم ان احنا بتعمل علاوة و 10% بس مش تاخدوا حاجة في نفس الوقت كان معا فيه قانون موضوع زيادة المؤتبات الوزر فقلنا ان هذا القانون يقعد على جنب دلوقتي لان ده مش وقته خالص او نركنه على جنب ويرجى هذا القانون ويعاد لمجلس الوزر لحين اقارة اول قانون الخاصة بالشعب المصري اللي هو الاحتياجات الخاصة بتاعته اللي هي الزيادة العلاوة الاجتماعية اللي بتطبق من سنة 87 حتى الان والحكومة دلوقتي بتتقاع امراها ما جات في اي وقت ان عدم الجامعة ما بينها الهوتين المرة دي الحكومة جايبانا جامعنا بالنها الهوتين حتى انا اتكلمت وقت في اللجنة بالزبط اللي العلاوة دي جاي لقتال العام وقتال العمال وجاي لغير مخاطبين بقانون خدمة مدنية طب هم مخاطبين بقانون خدمة مدنية هم واخرين ما يقتلوش نفس العلاوة لما انهم بنفس الموضوع كمان صحيح فالموضوع فيه كله لانها فيه شبهة كده اننا مش عادت علاوة من الاصل فقلنا لهم طبي يعني انت جايب لي عاوز تزود الوزر وعاوز تستفز الشعب المصري زي ما انت قلت كده عادتك الكلام اللي انت قلته مسبوك بالفعل تمام ان فيه السبزاز اللي احنا بيعمل له انك شد العزام ويوي كم ده الوزير اللي حاجة يقولها كامل اللي هو الحد الأقصى اللي هو تطعبين ألف جنيه تمام انما المواطن اللي بياخد له ألف جنيه وألفين جنيه وعادة مندي مش عايزة تلو ألوة أشرة في المية صحيح صحيح موضوع يعني كما هنا الوصف اللي احنا وصفناك انه هو الوصف الدقيق يا سيد النائب هو ان حضراتكم أرجعتم مناقشة هذا المشروع انت أصبت كبد الحقيقة في الموضوع دو وقلت فعلا ان الموضوع استفزازي للشعب المصري لان انت رايزين مش عاوز تيجي على كده ما انت بتاخد من غير المرتب انت بتاخده دو ما فيه حاجات تانية ممكن لو تكلمنا عنها هنتكلم فيها بقى مظبوك انك انت بتاخد بعض الحاجات في السفريات والبدالات والاجتماعات مجلس إدارة والاجتماعات مجلس روجة منما الراجل غالبان التعبان الشيان اللي وقف على مكانته والراجل اللي هو موضف انت اللي بتكليه كده يمدي إيده او انه خليه يرتشي مفهوم وبالتالي ادينه حقه وحذبه صحيح سيد النائب انا بشكرك شكرا جزيلا مداخلة وافية شافية جامعة مانعة كما يقولون في علم المنطق اذا الخبر الحمد لله ما صدرنا اجتهدت فيه وانا بشكر الزملاء في البرنامج على هذا السعي المحترم انه مجلس النواب من خلال لجنة القوى العاملة تؤجل او ترجع مناقشة مشروع قانون زيادة مرتبات الوزراء المرسل من الحكومة الى اجل الغير مسمى حتى يكون الجو السياسي والاقتصادي والمالي مناسب لمناقشة هذا المشروع ممتاز النهاردة وزارة الداخلية اعلنت في بيان رسمي عن ضربة امنية ناجحة ضربة استباقية ناجحة وانا الحقيقة بابقى سعيد بكلمة الاستباقية دي اكتر من فكرة القبض على المتهمين او المجرمين او المدنين يعني فيه ضربتين امنيتين فيه ضربة لقدر الله اندن اطلع اقول لحضراتكم ان حصل النهاردة جريمة كذا 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 وبعد يومين اطلع اقول لحضراتكم وزارة الداخلية نجحت في القبض على المتهمين بهذه الجريمة وجمد دخلوا فواكر مشعفية وادوم وقدمهم للعدالة دي ضربة امنية ناجحة جدا وبرابع على وزارة الداخلية انها بسرعة جابت المتهمين شيء رائع واي مؤسسة شرطية في العالم يوجه لها الشكر على سرعة ضبط المتهمين والجناه في اي قضية لكن الاحلى الاحلى والاقمن واللي اكثر احترافية ومهنية هي حالة الضربة الامنية الاستباقية اللي هي زي ما بنسمع في الصحة كده يقولك الوقاية خير من العلاج هنا الضربة الاستباقية خير من ضبط الجناه ليه؟ لان انا بمنع الجريمة اساسا في الحالة التانية انا بقول لكم عليها ان فيها جريمة وقعت وفيه ضحايا وفيه ممتلكات تتخربت ومش عارف كده وبعدين كده بضبط الجناه اما وان انا بعمل ضربة استباقية معناها ان انا بمنع الجريمة فحميت ارواح من انها تزهق وحميت ممتلكات من انها تدمر او تسرق فهنا اصبت الحسنيين ابطت على الجاني قبل ما يجني وحميت البلد او حميت ارواح او حميت ممتلكات عشان كده الدربات الاستباقية دي بتبقى مهمة ودي ما بتحصلش اخدوا بالكو كده بتبقى اعتباطا الدربات الاستباقية بتبقى عشان تبقى ناجحة زي بتاعت النهاردة دي دي محتاجة احترافية ومحتاجة معلومات وده معناها ان وزارة الداخلية عندنا في مصر بتارت تشتغل بفكرة الامن المعلوماتي وده هو طريقة الامن الحديث في مكافحة الجريمة هاجمت وكر النهاردة في منطقة المنصورية اللي موجودة في محافظة الجيزة وقتلت اربعة ارهابيين وكل المقططات وكل الادوات اللي كانت موجودة كانت بتقول انه كان فيه عمل ارهابي اجرامي كبير يتم الاعداد لي والحمد لله وقينا منه عن طريق هذه الضربة الامنية المحترمة شكرا لوزارة الداخلية نحن ليس لدينا موقف من احد عندما يجيد ظابط نقول له شكرا عندما يقصر ظابط نضرب على هذه بالحديد بالقانون وهذه هي عدلة الله في الارض سيب حضراتكم مع هذه المشاهد لقافلة وزارة الداخلية اللي راح تزور بعض المنتقلين من محافظة العريش الى محافظة الاسماعيلية بسبب الاوضاع غير مستقرة في العريش ثم بعدها نذهب الى الفاصل ثم بعد الفاصل استقبل ضيفي الاستاذ الكبير مكرم محمد احمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نحو 1250 صحفيا بعد قرار اللجنة مد التسجيل حتى الثانية من ظهر اليوم بنقص يتجاوز 3000 عن العدد المطلوب ومنذ انشاء نقابة الصحفيين في عام 1941 لم يكتمل نصاب الجمعية العمومية للنقابة من المرات الاولى والتي تشترط حضور اكثر من نصف العضاء تقريبا منذ ثورة الصحفيين في عام 1994 ضد الحبس في قضايا النشر اي منذ 23 عاما ويرجع عدم اكتمل النصاب الى عدة اسباب اولها قانون النقابة نفسه رقم 76 حينما صدر في عام 1970 حيث كان عدد الصحفيين 800 صحفي فقط وبالتالي كان العدد المطلوب حضوره 401 صحفية لذلك مص القانون على حضور النصف العضاء على الاقل السبب الثاني ان القانون نص على اجراء الانتخابات في الجمعة الاولى من شهر مارس وهو يوم اجازة لاغلب الصحفيين بينما يكمن السبب الثالث في كثرة عدد الاعضاء في كل دورة انتخابية حتى اقترب العدد حاليا من 9000 صحفي يذكر ان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين يتنافس فيها سبعون مرشح على ستة مقاب بعضوية مجلس النقابة وسبعة مرشحين على منصب النقيب فالمنافسة تشتد بين النقيب الحالي يحيق اللاش والمرشح على المقعد نفسه عبد المحسن سلامة ويشترى الاكتمال للنصاب القانوني لنعقاد الاجتماع العادي الثاني للجامعية العمومية يوم الجمعة السابع عشر من مارس حضور ربع الاعضاء وذلك لاجراء انتخابات التجديد النصفي وينتظر مجلس النقابة المقبل قضايا كثيرة يأتي في مقدمتها تغيير شروط القيط في النقابة لانها باتت غير مناسبة نظرا لعدم تضمينها لصحفي المواقع الإخبارية واعادت النظر في اوضاع الصحف القومية والورقية بشكل عام وانقذ الصحافة الورقية من الانهيار وحل مشاكل الزملاء المفصولين وزيادة الوجور وغيرها من القضايا التي تهم الجماعة الصحفية اهلا بحضرتكم عدنا بعد الفاصل ضيفي في هذا الحوار الرئيسي النهاردة في الحال اليوم هو نقيب نقاباء الصحفيين الكاتب الصحفي والسياسي المخضر من الأستاذ مكرم محمد أحمد مسايا خير أهلا بيك ازاي حضرتك أهلا بيك المفهود النهاردة كنت حابب أستضيف حضرتك في يوم عيد لنقابة الصحفيين وأنا قلت مش هتحكس معتني ولا لأ قبل الفاصل أنه رغم أننا يعني كنت أتشرف بالانتماء لنقابة الصحفيين لكن للأسف إحنا استقصينا من النقابة بالزمان لكن أنا كنت متخيل حالة وأنا صحفي أننا حبات على سلم النقابة من النهاردة للكلام اللي احنا قلنا قبل كده أن هذه هي انتخابات الإنقاذ وانتخابات لم الشمل وكذا فأنا فجئت بصدمة من عدم اكتبال النصاب القانوني والعدد الهزيل اللي راح هذا الصباح هو في الواقع أنه جزء من المشكلة ترجع برضو إلى حسابات الأطراف الداخلة في المعركة الانتخابية الفريقين الموجودين الأساسيين في المعركة كان لديهم تقدير أعتقد أنه ما كانش دقيق أنه الجمعية العمومية يتطلب حضورها أكتر من أربعة تلاف من الصعب أن تحضر أربعة تلاف يبقى علينا أن نحن نتأكد من أنه الجمعية العمومية لم يكتمل وبالتالي ليس من الضروري أن نختر الناس ونعمل حاملة لحشد كبير هم سلموا أولا بأن من الصعوبة بمكان حشد أربعة تلاف وكذا صحفي واستسلموا لهذا الوضع وقالوا لكل أنصارهم أن في الأغلب أن الجمعية العمومية لم تجتمع وبالتالي اللي راح من أجل أنه هو يشوفه يتابع يؤدي ويجيبه وعنده أستاس بأنه نقبته ومهنته في آزمة كل دي حصل لكن فوجئوا بأنه أنه إدراك الناخبين نفسه ناخبين يحسوا أكتر بالمشكلة صحيح وجاء الناس سجل 1600 عضو نفسهم في أعضاء القيد في على الأقل في 1200 واحد خاضرين في السرادق ولكنهم امتنعوا عن تسجيل أنفسهم على أساس أن الجمعية العمومية لن تنعقد وبالتالي هتنعقد من المؤكد أنها هتنعقد بعد أسبوعين في مجموعة امتنعت نعم في مجموعة امتنعت على التسجيل الاتنين الاتنين يعني حقيقة يعني الفريقين جزء منهم سجل وجزء منهم ما سجلش إنما أغلب الذين سجلوا بالفعل هم الصحفيين اللي حفزهم وضعوهم إلى أن يذهبوا للنقابلات في يوم مهمة من هذه أيام على أي حالات من المؤكد إن شاء الله أن الجمعية العمومية سوف تكتمع الجمعة مش جيء الجمعة اللي هي بعديها وأعتقد أن مسألة الوصول النصاب القانوني ستبقى مهم لأن النصاب القانوني سوف يصل إلى حدود 2000 أنا أتوقع أنه سوف يكون هناك حضور حاشد لأنه هي حماس ضخمة جدا جدا لأنه لابد أن نحن نحاول أن نستنقذ هاجه المهنة وفيه إحساس لدى الجميع أنه بالفعل هناك أزمة وأزمة كبيرة وهذه الأزمة من الصعب جدا أن تحل بدون وجود نقابة قوية وده اللي كان في في الحوار اللي انتو عملتوه كابة الأطراب اللي موجودة على غير متباين أفكارها جاي ما قلت إنها أجمعت أن هناك أزمة وأن هناك أزمة صحيح صحيح سبعة مرشحين على كرسي النقيب وسبعين مرشح على كرسي العضوية ده صحي ولا ده دليل أكبر كمان على التفرق والتشتت سبعين شاب بينزلوا إلى الانتخابات وسبعين عضو بينهم عدد من السيدات والصحفيات أنا بعتقد دي ظاهرة طيبة وظاهرة جيدة في سبعة مرشحين للنقيب لكن كل صحب يعرف أن المعركة بتدور في حدود اثنين أو ثلاثة لا أكثر البعض نازل لإثبات وجود البعض ناتج لأسباب الشهرة البعض ناتج ربما عن حماس بالغ البعض ناتج برضو يعني فرصة للدعاية أنه كان مرشحا للنقيب لكن في النهاية كلنا عارفين أن المعركة بتدور أساسا ما بين قضلين أساسيين وأنه باقي المرشحين اللي موجودين السبعين واحد قيمتهم الحقيقية أيضا أنهم يساعدوا على الحاجة لأنه كل واحد له أنصاره وكل واحد كذا إذا قل عدد المرشحين بالفعل للعضوية ودي مش عضوية كاملة ده تجديد نصفي وبالتالي فإنه يقل لحضور الجمعية لأنه بشكل ما كل عضو مرشح بيحاول أن يحشد أنصاره أصدقائه وبالتالي بيكون الخصاد العام إيجابي الناس يجي أكتر نعم حراك قلت مصطلح في منتهى الدقة الحقيقة أنه غالبا الانتخابات على كرسي النقيب محصورة ما بين قطبين أنا عارف أنت متعمد أنت تستخدم كلمة قطبين لأنهم الحقيقة هم قطبين بس على عكس الحالة لأنا كنت أتمنى على الأقل أنا كنت أتمنى أن يبقى فيه قامتين كبيرتين بيترشحوا بيتنفسوا في جودة البرنامج في جودة الأهداف اللي عايزين يحققوها أما أن يصل الأمر إلى ما يشبه تناطح القطبين زي ما كانت أمريكا والانتحاد السوفيتي كده القطبين في العالم وأنه في حالة من حالات مش حول التخوين بس حالة من حالات الاتهمات والاتهمات المتبدلة وأنه ده حالة كذا وإنت المرشح العميل لكذا أنا الحقيقة مش مستبشر خيرا بهذه المنافسة يعني اللي أنت بتقوله صحيح ولكن في النهاية علينا أن نسلم بواقع أن هناك أزمة وأن الأزمة شديدة هو الأزمة التي تتعلق بالنقابة فقط ولكن تتعلق بالنقابة ومؤسسات صحابية سواء كان قومية أو سواء كانت صحابة خاصة أو سواء كانت أجهزة إعلام لأنهما دول الثلاث أطراف الأساسيين في العملية الإعلامية النقابة تتحمل جزء كبير من هذه المسئولية لأنه أولوياتها لم تساعد بشكل ما على إطلاق هذه الحرق يعني وبالتالي ناشئ مجموعة أخرى بتقول والله أنه ليس مهمتنا على وجه الإطلاق أن نحاول النقابة إلى أحجاب شياسية النقابة لابد أن تبكى النقابة متى يعني يكون العمل السياسي فرض واجب وأساسي على الجميع أنتما نتوافق كل المجموعات الصقفية على موقف سياسي واحد نتوافق على إدانة حماس لتدخلها في غزة أهلا وإشألا يكون هذا موقف جماعي كافة الأطراف المتنافسة أيا كانت انتبائتها هتوافق على هذا نتوافق مثلا على أن نقف إلى جوار الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال وعمليات الاستيطان التي تقف نتوافق على أنه أدأنا في مواجهة الإرهاب ليس جيدا نتوافق على أنه وقع ربن شديد على مجموعة من الصحفيين وأغلقت بدون وجه حق صحيفة أو منع بدون وجه حق صحفي من الكتابة هذه هي الأهداف الحقيقية التي يمكن أن نقول فيها أن النقابة تأخذ موقف سياسي شامل وعامل وواحد إنما أنك أنت تكون طيار سياسي وتتصور بالفعل أنك أنت يعني تنقل تغير من طبيعة النقابة إلى أن تصبح حسب كل الأعمال دي فشلت وشفنا ما فعله الإخوان المسلمين في كافة النقابات المهنية صحيح عندما تصوروا أنه يعوضوا العمل السياسي سواء في الخارج أو سواء في داخل أحزابهم فيحولوا هذه النقابات إلى أحزاب وفي هناك شعار يعرفوا كل صحفيين أطلقوا المرحوم كامل الزهوري عندما ندخل إلى هذه النقابة لابد أنه جميعا نخلع أرضياتنا حسبية لكن واقع الأمر محدش بيعرف أرضيات حسبية وبتتحول في النهاية الموضوع إلى نوع من الشلالية ونوع من التمييز لجماعة ضد جماعة وتلتبت لقينا وقعنا ببعض وتلتبت لقينا بعضنا استخدم لغة خارجة والمشاكل الأساسية تبقى تجري من تحتنا بخطورة جديدة لهم كلنا مش منتبهين لأن أولوياتنا ليست صحيحة طيب اسمحني هروح لفصل إجباري أستاذ مكرم بعد الفصل هرجع أسعر حديك عن معنى التصريح اللي حضرتك قلته النهاردة لما سئلت عن مواصفات النقيب من وجهة نظرك فقلت نحن نريد صحفيا مهنيا خبيرا ولا نريد مناضلا سياسيا بعد الفصل أهلا بحضراتكم عدنا بعد الفصل حواري موصول مع الكاتب الكبير وستاذ مكرم محمد أحمد سألته قبل الفصل عن الدلالة اللي كان يقصدها من التصريح اللي قاله صباح اليوم تعليقا عن الدخابات الصحفيين بأننا في حاجة إلى نقيب مهني صحفي متمرس يعرف كيف يدير النقابة ولسنا في حاجة إلى ناشط سياسي أو مناضل سياسي أنا قلت ناشط سياسي ما قلتش ما احنش في حاجة إلى مناضلين وقلت وانا بعتقد ده حقيقي أنا قلت إن احن لو جبنا صحفيين مهنيين جيدين أنا على يقين من أنه المهن الجيد سوف يكون نقابل جيد وسوف يكون أيضا سياسي جيد لأنه لديه شيء يحرص عليه لديه مهنة هو جاي كل ده وفعه الاتقاء بهذه المهنة وتحسينها وتحسين ظروف الصحفيين طبعا لأنه فكرة أنك انت تبقى ناشط سياسي شغال لفكرة حزبية أو حتى لفكرة أيديولوجية أو لاتجاه عام ده في النهاية يعني بيأدي إلى تمزق للعمل النقابي وشفنا زي ما قلت في الفقرة الأولى ماذا حدث لكافة النقابات في المهنة في مصر طب هو لو سمحتني يا سيد مكرم هو منصب النقيب أي يعني لو قلنا حاجة شبه يعني نحن دايما بنتكلم على منصب الوزير مثلا وبنقول أنه هو منصب سياسي أكثر منه منصب فني ده وزير الحكومة مزبوط ايه اختلاف منصب النقيب عن منصب الوزير رقم اثنين هل فكرة أنه هو صحفي جيد ولا لازم يبقى عنده كمان شيء من علم الإدارة لأنه في النهاية بيدير مؤسسة يعني في النهاية برضو هذا أنه 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 أنا ما أقولش أو ما أحبش أن يبقى فيه نقيب للصحفيين غير سياسي لا إنما بقول أن المهنية تسبق أولا الانتماء السياسي طبعا مهنته قبل حزبه وبالتالي ليه لأنه أنت في الحزب تدعو إلى فكرة معينة لصالح مجموعة معينة لهدف واضح ومحدد أنك أنت تأتي إلى الحق كويس في النقابة أنت مطلوب منك أن تجمع ناس بتشتغل في عدد مختلف من الصحف المتباينة ذات الاتجاهات المختلفة وهم أنفسهم الصحفيين من المؤكد أنهم ينتموا إلى تيارات وأبكار وربما أحزاب مختلفة صحيح جاء متوسط هذا الجمع المتغير هو سيادتك يا سيادت النقيب لأنك أنت تعرف كيف تصنع من هذا الاختلاف وحده وبالتالي أنت تركيزك على المشترك تركيزك على القواسم الأساسية اللي موجودة إيه القواسم الأساسية اللي موجودة في المهنة الآن إحساس بأن المهنة تذهب إلى حق مزجود إحساس بأنه أوضاع الصحفيين الاقتصادية ليست جيدة إحساس بأنه كل صحفي وده صحيح بقى أنه لا يحس الأمن تحدى لا يحس إيه؟ الأمن الأمن مش عارف إذا كان جرنان هيرلق بكرة مش عارف إذا كان هيقبض الشهر ده ولا مش هيقبض الشهر ده مش عارف إذا كان هيوم نعمل الكتابة أو مش هيوم نعمل الكتابة يعني مجموعة من الهواجس يعيش فيها الصحب المصري لغياب الاستقرار في داخل المؤسسات بأكماله صحب القومية لديها مشاكل تتعلق بها يكلها المادية المختلفة فيها زحام سكاني شديد ها وما فيهاش ضبط إداري جيد ها يمكنها من استغلال ها الإمكانات الموجودة بحيث تقدر تغطي نفاقات تمام أكبر المؤسسات الصحفية التي كانت تحقق مكسب ضخم المهار متأسف يعني أنه مديونة ها مديونة وربما بعض هذه المؤسسات تسأل الحكومة العون طبع تسأل الحكومة العون معاوز الاستقرار يعني صحيح أنت تسأل الحكومة أنها تدي لك المعاشات وتدي لك كل حاجة وتعتبر نفسك طب وليه طب هذه المؤسسات لو أحسن إدارتها بكافة إمكاناتها وعاواناتها الدولة وعاواناتها الدولة يمكن بالفعل أنها تغطي تكاليفها ويمكن أن تتعاول إلى مؤسسات خبيعة وإذا كانت المؤسسات صحابية من الصية هتعيش على عالة على الدولة بهذه الصورة الموجودة أنا بقول ما فيش مستقبل أكتر من أربع مؤسسات بتقبل مرتبتها كاملة طيب كاملة مفهوم من الدولة طيب عشان نقفل ملف للانتخابات والنقابة ونخش على بعض القضايا العامة في مشكلة أنا كنت أثرتها مبارح وأنا بكلم عن الانتخابات أنه الجماعة الصحفيين اللي حيروحوا يصوتوا في الانتخابات ربما عندهم مشكلة كنت أتمنى أن التصويت يبقى في اتجاه أنه من النقيب اللي حقالنا فرص أفضل حيدينا حالة الأمان اللي احنا مفتقدينها حيعمل إدارة جيدة لمؤسساتنا الصحفية كذا لكن حداك عارف وأخبر مني طبعا أنه الانقسام اللي حادث دلوقتي يخلي الصحفين يروحوا لاتجاه من اتجاهين إما لتكريس الخصومة مع الدولة وفكرة رد الثقر ورد الكرامة على ما اعتبروه اقتحاما من الدخلية للدولة وكذا وكذا وحالة التصعيد اللي عملها مجموعة من شباب الصحفيين أو الناس حتروح تصوت من أجل إذابة هذا الجليد وعودة النقابة إلى علاقة جيدة مع الدولة بدلا من حالة الخصومة اللي خسرتنا كتير الاتجاهات التصويتية دي بفيدة وازاي حتؤثر هو برضا أنا عاوج أقول حاجة أنه أنه كل الطرفين بيوصف الوضع لصالحه طرف اللي موجود كأمر واقع في النقابة يتصور أن القادم الجديد ممثل في عبارسنة سلامة ده من دول حكومة الحكومة بعثها صحيح وهذا أيضا خاطئ جدا لأنه هناك فارغ ما بين الدولة والحكومة لما حس أن مؤسستي وقع مع الدولة والدولة بتتهمها بعدم تنفيذ القانون ويصل إلى مؤسستي أمر من النائب العام ولا يتم تنفيذه وأصطنع مشكلة ضخمة يكون رد فعلها أن النقيب وعضوين يصدر عليهم حكما بالحبس أعتقد ده موقف مش حل طبع موقف مش حل مش حل قل لي بقى أنه والله حميت شاب هم لم يكونوا أولا أعضاب نقابه نبغى اتنين سواء أنت اتهت وأخطأت في شجاعة الموقف ما تمشيش بقى في الطيار إلى نهايتك لأنه مش كلنا هنصدعك هيصدعك أصدقائك وهيصدعك محبيك وهيصدعك أنصار طيارك لكن في آخرين يعرفوا الحقيقة جيدا فأعتقد أن هم حاولوا أن يحطوا عبد مرسم سلامة في وضع أن ده بتاع الحكومة مش أنه بيدافع عن الدورة وعلى فكرة ها القضية مش أنك تكون ضد الدورة يعني ممكن يكون أنا مع الدورة في مواقف ومختلف مع الحكومة في مواقف عديدة وهذا حدث في مجلسين أنا رأستهم وحدث في مجلس إبراهيم نافع وإبراهيم نافع كان في هذا الوقت من أخرب الناس إلى مبارك ومن الحزب الوطني والذي حدث أنه بتوع الحزب الوطني حاولوا أن يغلصوا العقوبات فأصاروا استفزاز الصحفيين لم يملك إبراهيم نافع إلا أن يحمل هذا الموقف ووقف الصحفيين جميعا وراءوا وقفة واحدة بالفعل منع هذا القانون وكويس أن الحكومة كانت رشيدة إلى الحد أنها أدركت أنها أخطأت وتراجعت وطلبت الحوار وأنجز الحوار قانونا جيدا ممتاز نهاردة أنك إنت ما تيجي تتشير على النقيب وتوصوته أنه بتاع الحكومة وبعدين أجد ثانيا عبدالله بتسيبكم بتاع الحكومة يا شهر مكرم في حاجة في الانتخابات بتاعت الصحفيين اسمها مرشح الدولة فيه التوصيف ده بتقال كده جوه الكواليس لا ممكن جدا أنه يكون مرشح له علاقات جيدة بالدولة وهذا المرشح أنه له علاقات جيدة بالدولة يتصور الصحفيين وأنا أعتقد أنه تصورهم في قدر كبير من الصحة أنه ربما يكون أقدر من غيره على أنه يحميهم يحمي كرامتهم أقدر من غيره على أنه يحقق من كاسبهم الاقتصادية يروح لرئيش الوزر يقول له لا هذا ما ينفعش لأنه لو أنت لم تعطي لهذا الصحفي حقه الأدنى هيحصل على حقوقه بطرائق أخرى يعني ليس بالضرورة أن أكون لقيب جيد أن أنا أكون بالضرورة ضد الحكوم هذا الخطأ فضيع تمام فضيع والتجربتين النجحتين اللي حصلوا في تاريخ النقابة 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 ما كانوش ضد الحكومة لا كان على صلة كويسة بابتداء من الرئيس لرئيس الوزر لكن أيضا عندما تطلب الموقف الحفاظ على مهنتهم قدموا مهنتهم قبل علاقاتهم مع الحكومة وده اللي حصل يعني أكثر من مرة وبعدين النهاردة يعني معاملة سيئة جدا للصحفي من كافة الأجهزة التنفيذية علاقات متعكرة ومش جيدة ومش حلوة ما بينهم وبين الداخلية قلق وخوف من كل صحفي أنه هو يقعد في البيت يقعد في البيت وقلق أيضا من الجانب الآخر أنه هو يكون بيصارة بالأخبار خارج جاريت جو من الشكوك والغياب السقة المطلقة اللي يجعلنا نعيد النظر في هذا قضية أخرى مرضوط نقابة مواقف وليس نقابة خدمات يعني كلام يعني كلام اصطناع 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 عفاريت أو أوهام في حرب زي ما بيقول دونك هاي شوتية أنت أنت إني ضيرك أن يبقى نقابتك نجحة في أنها تمكن هذا الزميل من أن يكون له شقة إي ضيرك أنك أنت نقابتك يبقى فيها مكان يروح ياخذ منه الدواء بسعر مقفض أو ياخذ منه الأخذين لا دا مش يضيرك دا دا واجب عليك الخدماء وهم يعرفون أيضا أنه لأن كثير من الصحف ليس لديها تأمين صحي خاصة الصحف الخاصة مصبوح يعرفون أهم خدمة يمكن أن تقدمها النقابة للصحفي هو موضوع التأمين الصحي النهاردة عامل ليه مشكلة من أن هي تكون نقابة خدمات ولا نقابة مواقف ما يمكن أن تكون نقابة خدمات ونقابة مواقف أيضا لأن ما فيش علاقة تناقض أساسا وحدث بالفعل وعشان كده أنا بقول أن النقاب الجيد يبقى سياسي الصحف المهني يبقى نقابي جيد ويبقى سياسي جيد ليه لأنه قلق على مهنته مهنته وهي مستقبله صحيح طيب نكتفي بهذا القدر من انتخابات النقابة ونتمنى للجماعة الصحفية الرجد في القرار إن شاء الله يوم الجمعة 17 مارس ويستنقذ المهنة والنقابة من العثرة اللي هي فيها عايز أخد رأي حضرتك سيد مكرم في بعض القضايا المهمة محل اهتمام الرأي العام أبرزها الحكم المهم اللي حصدر بالأمس حكم نهائي بات ببراءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين تهمة كان بيحاكم فيها مبارك ست سنين وكان مدان فيها قبل ما يحاكم يعني هو دخل المحاكمة وهو مدان شعبيا وإعلاميا وفي الميدان وفي كل الطيرات ثم فجئنا بعد ست سنين الفين وامتين وشوية يوم إنه الحكم النهائي بات مبارك لم يأمر بقتل المتظاهرين أنا مش عارب يعني إنت تخلينا أقول كلام ربما يزعلناك لكن لابد أن أقوله لأن أنا أعتقد أنني شاهد جيد على فترة حكم الرئيش مبارك وأعتقد أيضا أن هذا الرجل كان رجلا وطنيا وهو واحد من أبطال معارك أكتوبر وأعتقد أيضا أنه حاول جاهده أنه هو يقدم يعني على قدر ما يستطيع أنه عمل بنية أساسية جيدة أيضا كمان والنقلة في من سيطرت الحكومة والقطاع والقطاع العام على كافة الاقتصاد إلى أن نفتح الأفاق للقطاع الخاص بدون سقفة وحدود تمت في مصر بضرجة عالية جدا جدا من السلاسة تمت في الاتحاد السوفيتي على نحو مخيف أجاع قوات الجيش الأحمر صحيح إنما تمت في مصر بشكل جيد جدا له أخطاء أخطاء معروفة لدى كافة المصريين في سلاسة أشياء قضية التوريش قضية البقاء فترة طويلة قضية أنه لم يجد لغة قطاب حقيقية يخاطب بها الشباب الشباب يطالبونه بالتغيير هو أخطاء غير إيه تمام لا فيما عدا ذلك فيما عدا ودي برضو ألضا كمان مشاكل كبيرة يعني يعني مش أخطاء كبيرة مش أخطاء صغيرة يعني أخطاء كبيرة لكن فيما عدا هذه الأخطاء السلاسة أنا بعتقد أنه مباركا وطني وشيعا أنه ده بتاع الأمريكان بأن الأمريكان كانوا بيخططوله خططوا لإسقاطه بعتوله ست وزيرة خارجية ودخلت في الجامعة الأمريكية اللي تقيته طالب المصريين بالفوضى البناء ومعروف من أول يوم أن حتى لما كان أوباما جاء في مصر لم تكن العلاقات الكيمية جيدة ما بين أماما وما بين مبارك والأكثر ذلك أنا شاهد عيان على توتر العلاقات الشديدة اللي كان ما بين مبارك وما كان جورج بيش الإبن لما كنا هناك واستقبلنا أسوأ استقبال ممكن أن يستقبله الرئيس طبعا لابد أن يعامل معاملة محترمة لكن فيما عاد الرئيس الوزراء وعساء التحرير كلنا عملنا معاملة سيئة وكان واضح جدا أن فيه غسالة عاوزين يقولها وقبل ما يخش مبارك جورج بيش الإبن قعد مع شارون وده له خطاب التطمينات الشهيدة شهير بتاع كذا وفجئنا بأنه هم تعمدوا أنه يعملوا ده قبل ما يخشوا مبارك ودخل مبارك ففجئ بهذا الموقف وخرج الرجل وأعتقد وشاهدي على ذلك ناس كتيرة جدا خرج الرجل بالفعل كالمزهول ومصدوم من أنه يعامل هذه المعاملة وطلب أي مكان يستطيع فيه أنه يفرغ الجواه وقبل ما يسافر لأنه الإدارة الأمريكية اللي بتحسن تعامله والإدارة الأمريكية على قطب مع مصر يعني توترت بهذا الشكل مفهول ما كانش عندك شك في أنه لم يأمر بقتل المتظاهرين ولا استهداف المصريين أنا شاهد أعيانه وكنت يعني في هذه الفترة موجود وبقى أتابع كل حاجة ولما حصل أنه هو تنازل أنا خرقت على التلفزيون وقلت أن هذا التنازل لنائب الرئيش يمكن أن يفتح طريقة توفر علينا متاعب كبيرة وكنت شوف أخسم بالله أنا كنت أرى رأي العين ما حدث في 25 يناير كل يوم كل يوم قبل ما نام أشوف المصري بتاع 25 يناير ليه لأنه كان أحساسي بالفعل أنه الرئيش تأخر كثيرا في فهم قضية التغيير وأن السطح اللي قدامه يختلف تماما عن ما هو موجود في الأعماق وكنا نعرف ما هو موجود في الأعماق وأيضا كمان أنه يعني أعطيت جاءت وهو أيضا كمان إجهادة للحق والتاريخ أنه حجة الانتخابات التي أجراها أحمد العز حسن مبارك لم يكن موافق على أنه ابنه يكون رئيسا لأنه كان يعرف فقال لي كده وبعز الكلام هو أنا هحط ابني في النار يا مكرم هحط ابني في النار وسألته ثلاث مرات في هذه القضية ونشرت السؤال ونشرت الإجاب وكان واضح أنه غير موافق على هذا القط على وجه الإطلاق بعد انتخابات أحمد عز أعتقد أن الأمور تغيرت وشاهدي على ذلك صفة الشريف وهو حين يرزق وربنا يدي له الصحة وتقابلنا قبل عشرة أيام لنراجع لابس القصة لأنه هو اللي قال لي مكرم ممكن أن الرئيس ممكن أن جمالي يتقدم في الانتخابات المرة الثانية وأنا عارف أنه هو كان من أكثر الناس ضد توريس أو ضد أن يخلف جمال مبارك هذا وبالتالي علينا أن والراجل يعني إيه أهين بأكتر من ما ينبغي وتعب بأكتر مما ينبغي طيب وبعدين يعني آه حاليا كنت شايف أنه كان يكفي عليه الرحيل كان يكفي الرحيل كان يكفي الرحيل وخاصة هو يعني قابل يعني الحوار الشهير اللي حصل ما بينه وما بين الدكتور اللي جاله أمين عامل التحاد أمين عامل حزب الوطني في اللحظة حسام بدراوي مع الدكتور حسام بدراوي ده حوار خطير جدا قال له شاة رئيش ليس لك ليس أمامنا أي منفذ نعم سوى أنك أنك سوى أنك 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 تتنازل وتترك الحكم لنائبك وهو ننتهل شوية كده وقال له طيب وبعدين قال له لأنه كافة الطرق مسجودة والناس طلبة ذلك وفي هذا وافق وذهب طبعا البيت كان زعلان طبعا الحوارجين الأقرب كانوا زعلين مشوا كرش وحسام بدراوي بأدب بارد يلا أتفضل أنت بقى خلاص معايدك خلص نائب الرئيس مش جاي لك هو قاعد يستني نائب الرئيس صحيح فضلا أنا شايف أنه 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 يعني أن الأول أنه مبارك يأخذ قدر من رد الاعتبار أخطأ ثلاثة أخطاء كبيرة ولكن نه لم يخن ولكنه لم يتخلى عن واجبه لم يتخلى عن مصر ما تجريش كان ممكن أنه هو في هذه الظغوف يأخذ طيارة ويمشي ويمسي في أي حتة وكان في أكتر من ملجأ يهم موجود صحيح وأنا يعني وعاوز أقول أنه برضو أخطأنا في تقييمنا وأنا ربما أكون أحد الناس اللي أخطأه أجدا في تقييمنا للسادات وعملنا له الليلة وأنه هيسلم الأرض ومبتوع الحنجوري وإذا بهذا الرجل يستنقص سينة تصور أنت لو سينة لا تزال في إيد الإسرائيليين ولا يزال الإسرائيليين بينزلوا واستحموا في شاطئ القناة تصور لو أن هذا الموقف كان يزال مجتمرا المصريين كانوا ينفجروا حربا على أنفسهم والبلد دي كانت تتمزع من داخل وقعدنا برضو عملنا النصفة دي كلها لرئيس السادات وما زال هناك من يعتبرون أن الرئيس السادات خانه أخطأ وفي النهاية مصري بأكملها حست أنها مسؤولة عن أن هي ترد اعتبار الرئيس السادات لما فعله من أجل مصر عاوزين يعني لابد أن أفهم أن الحكم ضغوط متباينة والحكم خيارات ما بين أشياء في الأغلب تكون كلها صعبة وسيئة صحيح وبالتالي خاصة أن بلدنا بالفعل إمكانتها محدودة مش هقول فقير عشان هيطلع مليون واحد يقول لك دي غنية إمكانتها محدودة رهتها زي ما كان بيقول الشيخ زايد كبير سكانها كبيرين وأيضا كمان يعشش فيها بيروقراطية شديدة البطء يعني تعمل لصالحها بأكثر مما تعمل لصالح الشعب دا مش معناه رسالة لقبول الأمر الواقع والنهار دا يعني يحاولون أن يضع عصيسي في نفس الموقف دي الوقت برضا قال لا قال لا دا هذا الرجل قدم مش قدم حياته كان بالفعل مصيره الشق والإعدام وكان دا مقرر وليس وحده وقدر يستنقذ هذا البلد من هذا الطغيان اللي ما استحملوش المصريين اللي هما بيستحملوا كفت المصريين لم يستطيعوا صبرا على صبرهم الطويل على حكم الإخوان أكتر من 11 شهر والمصريين اللي جابوا الإخوان في الانتخابات يعني بصرف النظر عن أنه أحمد شفيق بيقول حصل تزوير حصل تزوير في رقائع محددة ولكن من نسبة التزوير لا تعكس حجم النتائج الحقيقية التي حدثت بدليل أن المندوبين اللي كانوا بيجيبوا في اللجان كان كل واحد مندوب عالناً بياخد الأرقام لما جمعت الأرقام يكفي أن مرسي خد 12-13 مليون صوت يعني وبالتالي المصريين لم يحتملوا هذا الطغوط وخرجوا عليه في مشهد لا يمكن إطلاقاً أن تتكرر في أي بلد العالم وقولك لا هذا انقلاب عسكري شهر رئيس ديمقراطي مرسي ديمقراطي وال30 مليون مصري اللي موجودين في الشوارع منقلاب عسكرياً انقلاب عسكرياً انقلاب عسكرياً فيعني عاوزيني أقول في النهاية آه بلدنا صعبة ونتمغي بزغوف صعبة لا بس أنا هسألك سؤالي أساس بكر يعني فضل على تعقيبك الأول على سؤالي لما سألتك عن رأيك في حكم البراء اللي خده مبارك قلتلي أنه أنت بتكبرني يا تابر على أن أنا أقول كلام هيزعل الناس ليه زعل الناس؟ يعني ليه نتزعل من الحقيقة؟ لأنه للأسف برجة الموضوعية في تقييمنا للأشياء محدودة والذاتي كثير جداً في تقييمنا الزاتي كثير جداً في تقييمنا اتنين أيضاً كمان يعني آه ممكن يكون عندي يسار حلو واليسار الوطني جميل وضوره أساسي ومهم لأنه بيضبط شراع الصفينة نحو عدالة اجتماعية تخلق توازن المجتمع وضور مطلوب صحيح لكنك أنت بقى أم لأنت عارف عن حاجة معارض على القهوة تفتج وتروح وفي الوقت العارض أنت الحليف لجماعة الإخوان المسلمين وتيجي النهاردة كل صورة تريد أن تشويها لا تريد أن تعطي لهذا البلد أملاً أو نفساً يعني مفروض مفروض في مثل هذا الظرف بالفعل يبقى فيه درجة من التكاتف والخطير اللي بيحصل في سينة ده قال له عندك في سينة ولي بيحصل في سينة ما كانش بعيد عن اللي بيحصل في جوه لما قال المرسية حافظة على المخطوفين والخاطفين ولما الواد التاني بتاعه قال لو عاوزين ما يحدث في سينة بكره يقف طلعه كذا وهيقف البلتاجي البلتاجي يعني اللي جوه ما كانش بعيد عن اللي بره صحيح واللي جوه متواطئ مع اللي بره قال ندري كل هذا وكل الأشياء الدين اللي موجودة مش عارفين أن اللي أطلق صراحهم ذهبوا كلهم إلى سينة مش عارفين مصدر الخطر الحقيقي إيه مش عارفين الضغر اللي لعبته حماس هناك فكيف أنك أنت النهاردة البلد تتطلب وقفة واحدة وطنية واحدة لأن في خطر بيتهددها من داخلها خطرين الإخوان ومن لف لفهم وتنظيمتهم السرية في الداخل وأعوانهم اللي موجودين في سينة والاثنين على خط واحد ولما يفتح الخط الاثنين يبعثوا سيارة مخفخخة تضرب أمن القاهرة تضرب أي مكان وبيقتلوا الناس جهاراً نهاراً يعني بدعوة الإسلام النهاردة المطلوب بالفعل أن نحن ندرك أن مصر محتاجة إلى وقفة إلى توحد وطني إلى اصطفات حقيقي لا يمكن هؤلاء من أن يخترقوا صفوفنا يا رب دي لما بيحصطي الخارج بيتدخل والخارج معروف أنه بيتدخل لكن على أي الحالات طب أنا آسف للمقاطع هنا يا سيدس بكرم فيما يتعلق بالخارج وحالك ذكرت في معرض حديثك موضوع حماس كتير من المصريين مش عارفين يبصوا إزاي لحماس وخصوصاً بعد الأخبار التي تليت علينا في الشهرين الأخيرين أن فيه قيادات من حماس جات قاعدوا مع الدولة المصرية وقالوا بنفتح صفحة جديدة في صفحة جديدة مع حماس ولا هو تنظيم أيدولوجي تابع للإخوان قولاً واحداً شوف حماس إذا كانت أرادت بالفعل حماس موجودة في هذا المكان لسببين أساسيين السبب الأول أن تكون خنجراً يطعن مصر في قاصرتها والسبب الثاني أن تمنع قيام دولة فلسطينية معحدة لأن طالما الفلسطينيين منشقين وطالما غزة مش جلء من الدولة الجديدة مفيش دولة فلسطينية وأيضاً كمان مفيش حركة فلسطينية وأيضاً مفيش مستقبل لأمر فلسطيني ده أحلى وضع ممكن يحبوا بن يمين نتانياهو اللي موجود النهاردة وأحلى وضع يريح الأمريكان ليه؟ إحنا ما عندناش مشكلة مشكلة عندهم منقسمين على أنفسهم إحنا مش لقيين مفاوض فلسطيني إحنا مش لقيين حد نسلمه الدولة ده يعني وبعدين إحنا جربنا حماس كتير وبعدين اللي عملته فينا حماس قاسي صحيح وفي ظروف صعبة وفي ظروف صعبة بيقولك لا والله إحنا هنعمل زي زي تونس وزي الغنوشي وإن إحنا ملناش علاقة بالمنظمة الأم اللي موجوده هنعلن ده طب هذا المتعلن ده فك عن شعبك خلي شعبك يعيش حياة مريحة شوية بلاش القسرة بلاش حكم الحديد والنار خلي الناس تتنفس شوية أنا روح تغزة وهما موجودين فيها بيحكموها طالط مرات في مهام يعني تتعلق بالتعقيق ما يحدث للفلسطينيين هناك وأحرف جيدا ما يجري طب الراجل بيقوله هو نعمل انتخابات جديدة واللي يجيب للأغلبية يتسلم السلطة ويبقى في المعارضة ما بتعملوش للانتخابات اعملوش للانتخابات شوفوا الوضع الراهن هو أحسن وضع لإسرائيل وبالتالي يعني يعلقوها على شماعة كذا يعلقوها كذا ده إنه كذا ده فيه أضايا أخرى ده فيه بقى أصبح الخطر الإيراني أكبر من خطر الفلسطيني أيا كان فأظن إنه جزء كبير جدا من المسئولية يتحمله الجانب الفلسطيني تتحمله حماس محمول عباس ربما يكون أخطأ في أشياء لكن حماس موجودة وإذا صدقنا غير كده يبقى إحنا بنتعلمش من تجربة إذا صدقنا إن حماس موجودة في هذا المكان أو النهاردة أي هم بن يمين نتنياهو نلقح غزة على مصر كل اللي انت شايفه ده في هذا العالم هدفه نهائي إن إيه والله ممكن نتوافق عليها ونصدر مفتلتنا لمصر ونصدر الهم الكبير ده لمصر ده هذا ما يخطط له بن يمين نتنياهو وهذا ما يخطط له أنصار الشر زي ما بيسمونهم صحيح صحيح حضرتك سيد مكرم وأنا ماشي معاك في الحوار يعني بشكل تلقائي حراك ذكرت من شوية إيران وهو القصة إنه في كثير من المنظرين في مصر هنا يقولك إحنا عندنا مشكلة في تحديد العدو أو تحديد المشكلة أو الخطر جاي منه إحنا مين الخطر الأكبر بالنسبة لنا في هذه المنطقة نوجه البصة لإسرائيل ولا نوجه البصة لقطر العميل اللي بيعب ضدنا ولا كما يقول البعض الشيطان الأعظم يكمن في طهران طبعا جغفيننا عن هذه الحقيقة إنه إسرائيل سوف تظل الخطر الأكبر الذي يهدد أمن العالم العربي كون إنهم جايين يتحكوا علينا النهار لو تعالوا نقف مع بعض ونعمل حلف ونحالف إيران الذي يقع في هذه المصيضة يبقى ما بيتعلمش من دروس التاريخ اتنين لا أحد ينكر النزعة التوسعية الموجودة لدى من يحكمون طهران الآن ولا أحد ينكر إنهم يحاولوا اختراق الأمن المصري ولا أحد ينكر أطمعهم في الخليج ولا أحد أيضا ينكر إنه هؤلاء الناس قبل أن يكونوا شيعيين أو مسلمين فارسيين الله يفتح عليهم النزعة الفارسية في التوسع هي التي تحكم كانت تحكم الشاه وهي التي تحكم آيات الله المرضى الوضع اللي موجود ولتنين خطرين لكن علينا أن ننقص بالعقل كده ها إيه الخطر الأكبر وإيه الخطر الأقل الخطر ده في النهاية جار ومسلم تمام وفي النهاية لديك وابح كثيرة أستطيع إن أنا أصد خطره وفي النهاية في هذا البلد كان فيه أظهر بيأمل التقريب ما بين السنة والشيعة عشان يمنع هذه الفتنة الكبرى التي لو تحترقت العالم الإسلامي كله سوف يحترق صحيح النهاردة لكن شراعي مع إسرائيل شوف مرح ماركل وهي دخلة عند شغل الأظهر قالت له يشرفني أن أكون ضيفا على أكبر مرجعية سنية في العالم لا الأظهر مش مرجعية سنية أظهر مرجعية إسلامية الصحيح السنة تدرس في الأظهر والمذهب الأصلي ربما يكون سنة ولكن الأظهر بطبيعته بيدرس سنة والشيعة وكافة الميلل وكافة النعن لكن هم يريدوا أن هم يفاهمون حاجة مهمة جدا أن القسمة قد حدثت في العالم العربي بالفعل إلى سنة وشينا وأصبحت قسمة أقدار وإنتوا الاثنين لازم تعرفوا أن كنتم تجاهين إلى الصدار وبيزقونا على الصدار حضرتك قلت شفت هي قالت إيه لشيخ الأظهر ويدخل عليه أنا بقى حسألك شفت البابا تهدرس قال لها إيه وهي دخل عليه وشيخ الأظهر قال له قال لها إيه لا بس بابا تهدرس مختلف لدخلها بتقول له إيه اللي بيحصله موضوع التهجير بتاع العريش اضطهاد الدولة للمسعيين أنا أعرف جيداً الشيخ أحمد طيب وأعرف جيداً البابا تهدرس وأعرف أنه الشيخ الطيب خلينا في البابا تهدرس أولاً البابا تهدرس يستحق حب وتحية كل مصري صحيح وهذا رجل بالفعل مصري قح حتى النخاعة وحتى العظم وكلما واتته فرصة الخيار ما بين الوطن والعقيدة يقول الوطن قبل العقيدة وبيقولها بشجاعة جديدة وهنا هرده شايل معانا العبء الأكبر بتاع العريش تضبط ويتحمل جزء كبير من مسئوليته أنا أود من كل مصري أنه على الأقل يبعد تحية في قطاب أو في تلغراف أو في أي بوصة أو في أي حاجة لهذا الرجل على مواقفه لأنه الأقباط يستحقوا مننا مش فقط حقوق المواطنة يستحقوا أن نقف إلى جوارهم لأنه الثانيين متصورين أن الأقباط راهينا علشان يؤكدوا ضعف الحكم ضعف الدولة وبالتالي وده كان حاصل أيام الجماعة الإسلامية مصبوط وبقدر المحن التي مرت على المسلمين في مواجهة الإرهاب خلال الثلاث سنوات وما قبلها الأقباط أيضا مرت بمحن اتسرقت محلات الدهب وضربت الكنائس وحورقت واطلقت النار وفجرت الكنائس لقدرنا وبعدين هل يمكن؟ ده في القرآن وفي كل حتة في الدنيا وفي الشعائر لو جينا بقى حقيقة هنا ما نقدرش إطلاقا ننسى أنه الدور الذي يلاعبوا الأزهر بالفعل في توسيق العلاقات ما بين أقباط مصر ومسلمين ما نقدرش ننسى أنه توضغص ضعف دائم على الأزهر ما نقدرش ننسى بيت العائلة المصرية ما نقدرش ننسى التجمع الجمع الضخم جدا اللي كانوا عاملينه الاثنين وجايبين كافة رؤساء الكنائس وكافة مشايخ الإسلام والشيعة كلهم في مؤتمر عشان يقول للجميع أن الحل الحقيقي للمشاكل الطائفية أن نعطي المواطنة بكافة حقوقها لجميع أفراد الوطن بصرف النظر عن الدين اللي هو المؤتمر الأخير اسمه الحرية والمواطنة اللي هو اسمه الحرية والمواطنة يعني من حصة حظ مصر في هذه الفترة أن يتواجدها زين القطبين أحمد الطيب وبابا توضرش والعلاقة بينهما علاقة جيدة وعلاقة جميلة وده بحد ذاته بيدي إشارات للمشلمين والأخباط بأنه لا أنا ما نحنش في صراع ولا يمكن أن نكون في صراع ولسنا في معرض تكفير الأقباط لأن الأقباط أيضا دين سماوي ولأن الأقباط أيضا يعترفوا بالله القالق الواحد وبالتالي يعني أنا حاسس رغم أن فيه غيوم كثيرة جدا في سماء مصر بحس بيجي بعض الانفراجات كده هو بتديني أمل أن مصر سوف تعب عنق الزجاجة شايف ده في الاقتصاد شايف ده في العلاقة ما بين الكنيسة وما بين الأزهر شايف ده أيضا كمان في علاقات مصر مع العالم الأوروبي النهاردة الرحلة الجبيلة والزيارة المهمة اللي عملتها أمريكا في مصر والإنجاز الضخم ولما يتقال لما الرجل بتاع يقولك أن أنا شفت السيسي لقيت أقصى مفاوض وأروع شخصية طب أجيب منين الشهادة دي أجيب منين الشهادة دي عندما يصل الأمر إلى أنه أعتقد أن أمريكا مش حاجة أينا ده 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 رئيسة أكبر دولة أوروبية صحيح وأيضا هي حريصة النهاردة على كافة القيم الحقيقية من الأوروبية في مواجهة الشعبويون الجدد نمرة ثلاثة أيضا كمان ما نساش أنها خدت موقف موضوعي جدا من محاولات الهجرة وماسكوه لها وحاولوا أن يعملوا لأنها قابلت بعض السوريين على أساس أن يعوضوا نقص الأمالة اللي موجودة عندها مريكا يعني بتواجه خيارات حادة في داخل ألمانيا وبالتالي أعتقد أنه ما جئها إلى مصر في هذه الظروف علشان تتحقق وتعرف حقيقة الألاقة ما بين مسلمين مصر وأقباطها وعشان تعرف طبيعة الوضع الاقتصادي وإذا كان في مخرج وعشان تعرف قدرة مصر بالفعل على أن تصد عمليات الهجرة اللي بتتم عبر ليبيا وعبر المتوسط وصولا إلى إيطاليا بدل من الطريق اللي كان مفتوح وقال الرئيس التركي أبط ثلاثة مليار دولار ثلاثة مليار يورو عشان يغلقوا وفي النهاية برضو لم يافي لكافة وعده طيب بسرعة عشان الوقت بيجري سيد مكرم عايز يعني أناقش أكبر خاطر ممكن من الموضوعات كده فعايز أخد رأي حراك فيه بعض الملامح السريعة وأسمع يعني ما أشبه منشتات أو عنوين من حضرتك حراك ألمحت سريعا عن الوضع الاقتصادي وإنه فيه حالة من حالات الطفرة الإيجابية شوية لسه ما حسناش بأثارها أوي بس يعني بنسير قدما فيها فكرة علاقة الشعب بالحكومة ورؤية طول الوقت الشعب بالحكومة بأنها مقصرة وإنها غير قادرة على الأداء الجيد والحالة اللي طول الوقت بيصفوها أنه إقاع الرئيس في حتة وإقاع الحكومة في حتة ومحاولة الحكومة لرأب هذا الصدق عن طريق تعديل وزاري غيره تسعة وزراء أو كذا رأي حضرتك يعني أين الإنصاف؟ شوف طالما في الأزمة التي كانت موجودة كانت لا تدع خيارات كثيرة أمام الحكومة عاوز لابد من أطفال ما فيش دولارات ها؟ عاوز سوش تورد ما فيش مش عارف إيه فكل الأزمة اللي كانت موجودة بكل أبعادها اللي فاتت ها؟ ما كانتش تدع للحكومة أي خيار حقيقي لكن المهم كيف حاولت هذه الحكومة أن تخرج من هذه الأزمة أعتقد أن لا أحد يستطيع المهارضة يقول ها؟ أن تعويم الجنيه كان خطأا ها؟ يعني ها؟ وعندما عوّم الجنيه من أعلى سعر من 18 جنيه كان يقول له ده جنان إيه لنا؟ وده ده ها؟ المهارضة شايفين بالفعلة أنه الجنيه بيستعيد بيستعيد نفسه إزاء الدرار وممكن أن يصل النهاردة وصل لـ 15.75 أو لـ 15.80 الله أعلم لكن من هذا ممكن جدا يصل بالفعل إلى السعر العادل صحيح وأعتقد أيضا كمان أعتقد أيضا كمان أنه الجهد الذي يبذل ممكن نختلف في الأولويات هل كان النهاردة العاصمة واحد ولا كان ممكن تبقى العاصمة يوم اثنين لكن أيضا كمان أنه إحنا نغمط حقنا ونغمط حق مصر ونغمط السيسي حقه لما نقول والله إن إحنا في لا إحنا مش في حالة سكون إحنا في حالة خارقة وفي حالة تغيير مستمر وكل يوم مصر بتختلف عن اليوم اللي بعده ولو إحنا بس فقط همة مصرية مطلوب همة مصرية إن إحنا نشتري مصري ننتج مصريك إن إحنا نركز بالفعل على قضية الضمير تتخن شغلك تؤدي واجبك تعرف أن الله يراقبك في كل شيء لو إن إحنا فعلا استيقظت فينا هذه الحتة آه إحنا واخدينها أغاني زي بعضه لكن لابد بالفعل المصريين يحسوا إنه أنهم قدام اختبار شق لا مخجلة لا عاد في أخ ولا شقيق ها ولم يعود إلا أنت على الساحة إما أن تصلح نفسك أو إما أن يكون مصيرك لألاك طيب هذه العقيدة لابد أن تدخل في عقل كل مصري أنا مش عارف أنت قصد ولا بتقرأ أفكاري لكن يعني المنشرة الثانية عايزه عن مصر والسعودية مصر والسعودية أعتقد أن مصريين عملوا واجبهم جدا وصبروا كثيرا مصريين لم يخطئوا أبدا في حق السعودية اختلافنا حول سوريا ما رحنا زعاقنا وقلنا إذا إحنا مختلفين مع السعودية ها اختلافنا اختلاف محترم وكل اللي قناه عاوزين ننهي هذه الخرب السورية والدولة السورية لابد أن تبقى وتستمر لأن لدينا تجارب تاريقية من أيام معارك طويلة وقديمة أن أمن مصر موجود هناك إذا أنت قعدت جوة هيجيو لك لغاية بيتك إذا أنت خرقت وقبلتهم وقبلتهم زي ما كنت بترخل كل مرة وتقبلهم في الحروب الصليبية والمعارك هتبقى أكثر أمنة وهناك علاقة علاقة جميلة جدا ما بين الشعب المصري والشعب السوري فكيف يمكن إطلاقا أن المصريين ينزعوا قلوبهم من صدقهم عشان يقبلوا ما يحدث في السورية أنا ما بدناش وما بين السعودية أي شيء بل بالعكس يعني يعني نجل ونحترم إلى حد التقديس فيصل نجل ونحترم إلى حد التقديس عبد الله لأن كل الناس دول أدركوا معنى مصر وأدركوا أن سقوط مصر مش يعني سقوط السعادية يعني سقوط العالم العربي وهذه حقيقة لا ينبغي أنه يزعل حد يعني لا ينبغي أنه يزعل من هذا الموضوع أنت الأغنى وأنت الأقدر ماديا وكل عاج على عين وعلى رأس بقول كده ليلة ونهار لكن بقول أيضا أننا وإنت لو توافقنا هنضط إيقاع العالم العرب طب النهار ده ترامب قال أنه إذا بنشأت مفاوضات حول القضية الفلسطينية لابد أن يحضرها مصر والشعودية يكونوا اقترب فيها هل بقى هنروح نهضر مخاضرة كده يعني في حالة لا سلام ولا حرب كل واحد بني أكذا ولا المفروض قال لا في قمة بتؤقد في وسط عواصف بتجتاح العالم العغر هل نذهب إلى القمة في هذا الوضع نتأسى حتى بالملك عبدالله ملك الأردن نتأسى لما راح مؤتمر الأستانا والتزم بأنه الحفاظ على استقرار وأمن جنوب شوريا هو حفاظ على استقرار وأمن الأردن يعني أتمنى على السعوديين وهم أشقاء وبيننا مسيرة تكاد تكون هي مسيرة الخليق احنا بعض دا والباخر دا عمر الدايق دا ما بينا منذ أن نشأت الخليق ان احنا نعرف كويس انه المصرين عمرهم ما هيكرهوا الشعب السعودي المصرين عمرهم ما هيكرهوا المصلحة السعودية المصرين عمرهم ما هيكرهوا ان السعودية تكون في أعلى عليين طبع لكن في النهاية ها ما انت لازم تعبارتوا بتقالها تقدرني زي ما بقدرك اه مش كده يعني مش كده طيب فانا شايف انه سحابة صيف سحابة صيف ان شاء الله نتمنى يا رب اخيرا يا استاذ مكرم دونالد ترامب الناس كتير برضو لسه مش قادرين يقروا اوي هل هو كما تصوره بعض الصحف هذا القرعن الذي سكن فجأة البيت الابيض ولا شخص كاريزمي عارف هو عايز ايه وبيعمل ايه هو بشكل ما طبعا يعني شخصية محيرة نقطة تحول في تاريخ الولايات المتحدة قال خطاب قدام مجلسة الكونجرس خلى الامريكان كلهم يقولوا هي دي بداية الرئيس الجديد نعم الرجل ده يستطيع ان يتحمل مسؤولياته لكن لا يزال يواجه مشاكل كبيرة يجاجه مشاكل في ادارته النهاردة المدعي العامي اللي هو ما يمثل وزير العدل متهم بانه قابل الشفير الروسي مرتين وتكلم معاه في الانتخابات وانه حجز هذه القطيقة وما الهاش نعم لما كان بيعملوا انفسيجيشن بيعملونه استجواب في داخل مجلس الشيوخ آآ وسرامب هناك من يتصور انه صيحته هي صيحة البيض للعاملين الامريكان الاغلبية نعم وانه صح في قضية الهجرة لانه في منافسة بتحرم العامل من هذا وفيه ناس ايضا بتتصور انه متقلب وانه متغير وانه ربما لا يكمل مدتك وربما انه اسرع نائب رئيس يبقى رئيس ونائب رئيس الحالي لكن نحن نتعامل مع واقع نعم اسرامب ما بيننا وما بينه كبري عريض الآن اما ييجي اسرامب يقول انا والله اولوييت الاولى الخرب على داعش مبروح فيبقى اقوله اهلا وسهلا انا معاك تمام اما ييجي يقول ان انا قعدت مع السيشي واكتشفت ان الكيميا بتاعتنا واحدة ابي اقول والله دهنا ليه؟ لان احنا تعذبنا من اوباما اللي كان لونه زي قلنا اوباما قطع قطع الغيارة عن مصر وقطع الطائرات وانهى برنامج المساعدات الامريكية وده للمصريين حتى ما بيرضوش يقولوه نعم اما ييجي ده يقول هذا الكلام يبقى والله يقول حاجة جميلة اما ييجي يقول بقى في الخطاب الرسمي اللي قدام الكونجرس نعم انا ليه عليه مآخز والآن منه وخايف احطي ايدي في ايده يقولوا ان انا لو حطيت ايه في ايده ربما حماقة من الحماقات دي تصبني برزاز مخلص منه ليه؟ لانه بيعتقد سرامب ان الاسلام فيه بنياته يحمل على العنف يعني المشكلة مش مشكلة دعاء ولا مشكلة عصابات ده المشكلة مشكلة الدين نفسه هنا ما اقولوش اهلا وسهلا بقى هنا يصعب علي ان اقول اهلا وسهلا ولما يقول لي تعالى حارب معايا هبقى خايف لطلط النهاردة اما يصدق قرار بمنع مواطني سبع دول اسلامية من دخول الولايات المتحدة هو القضاء الفيدرالي يقول ها ان هذا القرار فيه نوع من التمييز العنصري ويرفضه الدستور الامريكي اه ده انا راح اقول لي اه السيسي يروح لي يقول لي يا سرامب انا والله موافق معاك على موضوع الهجرة والمصالح الوطنية تقتضي منك انك تكرش لدي الكلب ولا الانجح والاصعب ان انا راح اقول له ما تخلطش ما بين الاسلام والاخهاب من حقك ان تنظم الهجرة ولكن لا تنظم الهجرة على اساس تمييز ديني شوف مصلحة امنك شوف مصلحة حمالك حطهم في الاولوية انا موافق لكن من فضلك ما جيش جامعة الاسلام من فضلك كذا هو ده الخيار اللي الصعب في علاقتنا بسرامب اسرامب بتقدم خطوة بيها تقدم تقدم خطوة الاول وتقدم خطوة انبارح في الخطاب بتاع الكونجرش لما قال انا اريد ان اتعامل مع الدول الاسلامية لهزيمة داعش صحيح وان الارهاب يقتل المسلم كما يقتل المسيحي كما يقتل الطفل والمرأة لانه ضد الانسانية وضد الاسلام والمسيحية يبقى انا اقول له شكرا انت يعني على الطريق الصحيح احاول ان انا على الاقل مش ارشد وبصعه بما لا يعرفه عن منطقتي لكن لا امتسل لصيحات برضو مش عاوز اوصفة ان والله لا اوعى اوعى اسرامب اسرامب مش هيقوم مني حاجة انا مش عاوز ادهالك وسرامب اه اذا بادرني بخطوة لا بد ان ابادره بخطوة اخرى لان احنا شفنا مثل دارة اوباما ما لم يكن شوف اوباما اللي جيه خطب في جامعة القاهرة وخللنا البحر تقينة وهحل المشكلة وانتوا يا اسرائيليين ها توقفوا الاستواطنات قبل ما يبدأ التفاوض يقوم بمنيا منا تايل اللي بخ ما شفناش ايه شوفنا بس ضدنا ها ينظم علينا مؤامرات يرخ ياخد العيالي راتبهم يدربهم الحجب الديمقراطي والحجب الجمهوري الاثنين ها يبعت لنا الست بتاع وزيرة الخارجية عشان تخرض المصريين على الفاوضة البناء استاذ مكرم للأسف الوقت خلص اه انا طول الوقت بستفيد وبستمتع الله اكبر شرفتني ونورتني ودايما عايت تفضل قامة مهمة لنا شكرا بشكر حضراتكم خلصت حليتنا النهاردة بكرا بداية الاسبوع تعود لكم الزميلة لبناء وانا اشوفكم ان شاء الله اللي ربعا اللي جاي في اما دماء